ضيفنا وضيفكم الليلة الاسم العائلي ديالو ماركة مشجلة في سماء الفن المغربي ضيفنا وضيفكم الليلة خرج وبدع ومثل وعطا عدة أدوار ضيفنا وضيفكم الليلة عاديين تعرفوني أكثر من خلال برنامجكم آخر كلام طب جينيك آخر كلام سيدنا واحد السلام عليكم مساء الخير محبوبكم معنا على خانتكم الفنية والفضائية شادا تيفي كيف ليلة كل خميس سبحي القجزة برنامجكم آخر كلام ضيفنا وضيفكم اليوم كلنا كنعرفوه كلنا بطاعة الحل كنحبوه ده أدوار جميلة جدا لا في تلفزيون ولا في سينما وكذلك المصرح أرحبو معي جميع بالفنان المغربي هشام الولي سيدية هشام ساء النور مرحبا رشيد شكرا على الاستدافة وسعيد جدا جدا أنني التقيق بعد مدة طويلة ما شتكش وغنكون غنكون فخور بهذا بهذا اللقاء لأنه أكيد غير بقى التاريخ إن شاء الله في حول الله ودتبنا بطاعة الحل أنا ندوزو رفقة مشاهدينا أوقات ممتعة قديمشو معك ومعكم بطاعة الحل بلا منطولوا في رادران الأول فقرة من أنا هشام الولي أول سؤال بطاعة الحال هذا تلمو شاهدين ده بحفظه اللي هو سؤال تقليدي ولو أنا بعد المرس كاتبان أنا منك تقول الإنسان قدم مرسك بعد المرس ما كان عفوش كيفاش نقدم مرسنا شكونا هو هشام الولي شكونا هو رشيد الولي هشام الولي من موليد 1974 سبعة ثمانية بمدينة تزاديت مدينة الريباط 27 ثمانية 27 ثمانية من أب عسكري بابو جمعه ونتمنا في عمرو تحية نالية أم عيشة وهذا أنا عندي يلا شهرين وهذه أعز أغلى صورة عندي لأن الأم ديالي ممعيشة هذه الصورة كان نظرنا جماعية كان عندنا هذه القاعدة لكن بقيتها في العيد كان لبسهم جمعين كان صورة لأسف البرتة بالحيد النات لا وادي كيف قلت لك تزاديت تحية لعكاري ثمانية ديالإخوة توفت أختنا الكبيرة الله يرحمها فاطمة وبقينا ثمانية الخوت أنا أوسطهم ثلاثة صغر مني وثلاثة كبير مني وهذه تبغلافهم غادي نقول الاسم لهم لأن أخوتي كان حماق عليهم وما كان جبدون مشي من الكبير الصغير مشي من فاطمة الله يرحمها راشيد نور الدين حوريا كين أنا هشام كين حسين كيردوان كين خويا فؤاد كان حبهم كان حماق عليهم وطرف كبير من حياتي وداية غادي نتكلموا لأن العائلة وهذا التجمع العائلي عندكم حاضر في العائلة فعيد الولي وانتو قال انتالا راشيد ما زالنا ضرفت شي كله لو تكلمت لي على حيلة كاري حيلة كاري ما عادش نقول حي بسيط أولادا وحي شعبي كي دست طفولة ديال ديال هشام وصحيب حل حيلة كاري فربط هو حيلة كاري كباقي الأحياء الشعبية اللي في مدن المغربية كلها خالط من بصر كل واحد من نينجا نحن لويد ديالي ريفي والواليدة ديالي شمالية الواليد ديالي منطقة أكنول في منطقة شرقية والواليدة ديالي منطلبوت من نوحي ديال شاون وجو وكان هالتلاقي والتعايش والعيش في مدنة الريباط نحن عشنا نعفذ المحيط يكفي أني نقول لك لأن حيلة كاري أنجب أبطال لا في المقاومة ولا في الرياضة ولا في الفن شوف الأحياء الشعبية كاملة في المغرب هي لك تعتقدك النقيلات كيف ما نقوله يزيدنا فخرا ونحنا نفتخر أولاد العكري في مما نطلقهم يزيدنا فخرا أننا المجاهد الشهيد علال بن عبدالله كان ود العكري وبقاء الضرد يولف العكري كان عبد الهادي بالخياط نحن الضرد يولنا اللي سكني فيها الواليد الويضة كان الضرد كي سكن في عبد الهادي بالخياط ونحنا سكني في شو القضر في كتاب لنا منزل فني منزل فني بن عيسى الجيراري محمد خوي ثلاثي آمانا فاطيما الرقريقي وبلما نذهب على العفل الكبار لدازوف الفتح ولدازوف سطاة المغربي ولجيش المالكي واحد الحي والله بحالي كنقول عندكم في كازا الحي المحمدي حي غير فيغانص هاد انتماء ديلي هاد الحي تحية لنزلهاك تحية لك 27 غوش 1974 لبرج جيلك برج العضراء تماما كيقول عليكم أنكم كتخدموا كتضربوا تمارا بزاف او في الخدمات ديليلكم ما شي كتخدموها يا باش تخدمو شوف كتخدموها و كتتخنوها هنقول لك إذا غنصيب لك بيضة بيضة في الدرج يعني ذلك اومليت كمتأكد غتكون غير عادية غنصي باب واحد الحب ونقف عليها وغنزوها ميم البلاء اللي أنا عطاك فيها أنا عطاك واحد البلاء اللي يمكن غتبلك مختلفة وما هي بيضة بصح بلاتوش ديالك نحنا كان خدموه وكان حلمو وليزوين كان ستعاون حقه الحلم ديالك كيقولو كذلك أنه برج العضراء عزيزة لهم أنه يخدموه بزاف الكواليس ما كيبغيوش يدزول الأضواء صحيح تماما مصاري دائما أنني أشتغل في الكواليس لذلك مصاري رغم ستفاجأ بابا راشد لأنه من بعد ستعرف بزاف دحويجت نديرهم وغتبالك أغلبيتهم كان كون في الخفاء أنا عملت كمساعد مخرج لعدة أعمال معك تقريبا نسبة كبيرة من المخرجين وشتغلت في الكوليس في فيستيفال وصح ما كان بغوش الظهر قليلي الظهر كيقولو كذلك عليكم ومبالمميزات وصي ديال هذا البرج بزاف ديالناس كتبولي مكان أمش في الأبراج كل واحد بطاعت حلو وابش كي أمنوا وشلون يمثيروا كيقولو أنه كدلك سيخبيا أعجز عليكم تخدمو الآخر لوك في عليكم دائمان كي يلقاكم خدمين ومعطائين إلى تلبت لي يا بابا راشيد هذا العين أنا أعطيك هذا العين ونزيدك العين الأخرى أنا أخصت لك دكو شنو من التربية هي كاراكتير جالك شوف هو الجانب كبير التربية عنده تكتير احنا زادنا في واحد الواسط احنا كنا بزاف في الدار والاب ديالي ممرد عسكري كيستغل في مصطفى العسكري بالرباط وكان دائما خادوم نعطيكي واحد الصورة كنا دائما عدنا واحد البيت رغمان أنا بزاف كنا في واحد البيت ما كان نقيسوش واحد النوع في الفراش ما كان نقيسوش واحد النوع في المواعن ما كان نقيسوش واحد النوع في الفراش طب المواس ما كان نقيسوش علاش دائما ما كانت تحلش دائما تحسبا للضيف اللي يمكن يجيبوه معاه الواليد في أي لحظة وشكون هو هذا الضيف لهم العائلة لهم الجيران لهم الأقارب هذا واحد الشخص اللي جاء عند يشوف المريض في المستشفى ربما ما عندوش باش ياخدوا هالفندوق ربما ربما تيجي الوالي تيجيونا ضيف الله ذاك ضيف الله كي تجبدله ذاك الفراش ذاك الفرشيطات وذاك التباصل كي نعصف أحسن غطاء وعمرنا ما حسينال بالحيف ولا حسين قلنا لا كنكونوا كذلك نحن سعاداء وش حال موحد كان كي يجي عدنا وكي سحبنا في الصحة من العائلة حيث كي يقولنا وسلم على عمك كنت وليد قل له عمي مع الوقت كين ديفيدل كين ناس اللي كي يعود يجيو عدنا تقول له عمي تتنكبروك أنا ماشي عمامنا هذاك ضيف الله جابونا الواليد ودوز معنا وقتصم معنا واحد الليلة ودست دونك مسألة تربية أهدرنا على عدد أفكا وليس نقاش طويل عارض من بين المميزات كذلك هو قرأيين كي يقول عليكم أنكم كنت قرأوا مزيان أنا كين 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 مستوى ديري كنت مزيان الحمد لله ما كونش باغفة ما كونش واو وما كونش ناري ما بين بين كنت كنت بغي قرأيتي المعدال وزيد شوية لا بد المعدال معموري هبطت معموري زيما صارحة كنت دائما ماشي حت لانا حتى الظروف اللي كان عيشوها هو كان يكون جديهات شخصية نحن لم يكن لدينا الوالدين قارين وكنا بزاف وكوا تقلب على راسك الراسك تحفظ الراسك تخرج تمانين الراسك الراسك ماشي بحل دبا ماشي بحل دبا ماشي دوروش خصوصية ماشي الى ستنتجتي غاتمشي عند الأخ الكبير ديالك يمكن يعاونك في واحد تمانين واشي أولا شي كوزان كيتعرف ماتيها لذلك كان مفروض عليك والحاجة أمو الاختراع تختارع طرق ديالك كل واحد كي يختارع بعض مرات كتلجاه اختراع ديال نظقي لذلك ولكن أغلبية كنت تنكر حب القراءة ما القراءة اللي كان ضن على أن بورج العادرة عندو ارتبط بها هي القراءة اللي بعيدة عن الدراسة أنا كنغي نقرأ كنقرأ الكوتوب كنقرأ القيصات كنقرأ الريوية كنت أجوغ يعني حتى عند موالين زرية على وقيت اللي كان كان بدلوا القيصات المغامير الخامس السنديبات كلهم دوستهم والآن كين أصحاب مكتابات في السويقة أولادا يعرفوني أمي كانوا يقولي يا راج دخلت في حاجة جديدة أبر المشاهد الأفلام عندي الهيوية التانية هي القراءة كنقرأ عندما تتلقى الضوء الصباح تطلع وكتكون لحظات الزوينة القراءة عندي شي حاجة لذلك برج العضراء كين تبقى لذلك فكرتيني في الهيوية دي من كتقول شين الهيوية دي دوك المطالعة المطالعة مبقاروش للأسف مطالعة جبعة طوابيع النقود طبعا شنو الهيوية دي مشاهدات اليوتيوب متصف تليفون كين واحد حاجة كذلك هذي تخليعكم برج العضراء وهتأكد لي ولا تنفي ما 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 تبغي الحاجة تكون ضابطة ولو مثلا غادي شي بلاس ولكن تتعرف رأسك أنك ما ما كين شي حاجة اللي هتحرج لك من جنب كيف ما كان قوله أو لا هذا شي قاعد لقنا كين إلا هذا بالعكس أحب المغامرة وعندي مشكلة دائما مع الزوجة والعائلة أنني كون كون صفر ما نري نسول الناس نري 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 نعيش اللحظة نري 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 الريحلة دي ما نستطرها هنفق مع 6 صباح وغن ننصل وغن دير بوز هنا وغن ننصل للمدينة وغن بت عن فلان ولا هذا كده في ضله تمدي في ضله ما ننضير الكالكول ستيل لا كده واجدين توكلوا الله يلا لك القضية دي المفاجآة ما كين نش سنش معك واحدة النقطة هذي طاية حال قاسم مشترك ما بينكم بين راشد الوليد لأن أنتم ملي تحت الأضواء أو طاية حال سي العائلة العائلة الكبيرة دائما الأب الأم الله يخليهم لكم وتحية لهم طاية حال وإخوة هذا مع مرت ومع وليدات وشنو تصرف هذه المسألة هذه الشم يش واحد كيف فرط في الولد كان عقل واحد الكلمة قال الوليد الله يطولنا في عمره قال وليدات ما خليت لكم شلورت خرج رجل عسكري خرج تقعد خرج بالرأس مرفوع الناس تحب كل شي يحترم ما يخل لنا واحد دويرة لي يفحي العكري هذا كوالورد دينا هذا كوالي كمشي هذا كوال فيضانش تمامي كتضياق بيك الدنيا تمامك تتخش بها يدو تدخل عند مويمتك وعند الوليد وعند أخوتك لذلك القوة دينا مشيغي هشام وراشيد حسين أخوتي كلهم ربما كان دوز محتى نقودات ربما عائلة معروفة ولكن باقي كانت عادي باقي في حيث الشعبي باقي كانت يمشي عند مو الحوت باقي كانت نطلع أخوتي راكين الميهن التي يشتغلوها ربما بسيطة ربما الناس يتفاجأوا خوفا ولا خوفا نحن بقينا في كيف مما كنا لذلك الأسرة دينا ما يكون أبو الأم أعطي أنت تتطر لك أي حاجة تتطر لك تتحج عندك شي حاجة متكي عليها والله ما تخلع يا أخو يا راشيد عمر ما تخلعت عمر المجهول ما تخلع عارف عندي الوالد والوالدة جوج بيبان محلولين رغم الفوق وعارف عندي أخوتي تليفون بسيط تحت أي مشكل مادي معناوي نفسي على أي مشكل يكفي التليفون يحلو لذلك عمر ما تضغط بي الحمد لله عمر قد ضغط بك واحد الوقت وكتقول ألو أمو إنتي كينا أنا جاي عنك أتاي واو مشا ذاك الزمرة اللي كتدر عليها هذا كوا إذا العائلة عندنا أولا وأخيرا وأخيرا دونك العائلة والعائلة والعائلة بالحويج كذلك اللي كتخلي لأنو كان عفونا الميدة الفنية بطريق الحال في بزاف المغرايات في بزاف الحويج النساء وزيد وزيد والرجال كذلك بنسبة الجنس الآخر الدور تزوجتك في حياتك يشام شوف هذا الحيات كتتعلم ولما تعلمت هذا الحيات لا تنجح يعني كانت تعلموا بالمزيان والخير قبل ما ندير هذا الميدان طالعت على بزاف الفنانة وش النهاية بزاف الفنانة وش الظروف كدرت بزاف الفنانة كالقاسم المشترك اللي بناتهم كلهم فد المعاناة هو الاستقرار والاستقرار ميكان الاستقرار هو الاستقرار الأساري أنا دائما أقول لك لأنو الزوجة ديلي قبلت أليها بتناقضاتي بمالي بكل العيوب حيث الناس تشوفك من أن bodily شاء ولا أن troll يرى الحوايج الخEEP هم german رائك تنير وتعصب وتظلم ما يستوعبك هذا المعجب ربما يستحو ويأخذ معك صورة لو يستحمل ما لاستخدمك خمسة دقائق حيث تبان على حقيقت حيث أحنا أدعوها فاصة و mobile ولكن من كان جيه المنطق والمعقول كالقاوحة السيدة اللي قابلة عليك اللي ربما السنة كاملة ما تشتغلش ما تشتغلش ويتمشي معاة 8 ويتمعاة 12 وكيفاش تخليك انت هو رب البيت انت هو مولاي السلطان ديال وما تقيش كرامتك وما تشحكش وتخليك دائما الاب دك الوليدة تقدم عائلتها قدام الناس قدام صحابتها رأي العائلة يا إما طلعك يا إما تنزلك واحد الكلمة كيقولها الوليدة الله يرحمه فضنار يقول لك كل شيء من المرأة اللي لقيته ناجح فيه وراء من المرأة وللقيته راء من المرأة تماما تبغيك المسألة ديال الزوجة نعم من عند الله كل واحد مرطاها صدر نعم طرح كي ليعطاه الله كي ليعطاه كل شيء مرطاش الله حاجة ومشي مرطاش للمرأة الطيبة أو المرأة الصالحة مرطاش الاستيعاب ما يقدرش يستاعب المرأة كي الناس اللي كنعرفوه عندهم ما عشنو ما كيستوعبش أنا مرأة يمكن تعطي الملاحظات ديالها يمكن تخلوه في حياتي ويمكن تخلوه في الدوق دياله يمكن تبدي الملاحظات دياله لا إحنا عدنا هذا القابلية شفافين للزوجة ديالي كتكون أول ناقضة الأعمال ديالي مع أخوتي مما كان عجبهاش مما كان عجبهاش إلا كانت مزيان مزيان وياكفيني ياكفيني أنها تقول لي مزيان واخوتي يقول لي وعائلتي تقول لي مزيان تنكون أخي بحاجة هي أن كل شي يكون عنده الإجمع أنك مزيان وحدا عائلتك تشوف في عينهم لأنك غير موفق هذه اللي كتضرق أما ما تريد تقول لزوجة ديالك اليوم؟ قولي الله يرضي عليها الله يرضي عليها دنيا وأخيرة المرأة التي استوعبتني كان صافر دو موات خوة موات أخير مرة كانت في قرسي في وجداء تلت شهور حتى الصورة ديالولدي جير القتال تلت الحمد لله كل لابسين واكلين شاربين قارين وشهادي ماشي نعمة الفضل من بعض الله سبحانه وتعالى وعائلتي الوليد الويدة والخوت يرضي عليك الفضل للا كان شي نجاح رعندي كبيرة واحدة البركة كبيرة ديالك الله يرضي عليك دنيا وأخير نمشي ومورزو وجمشي الوليدات وأخير سؤال في هذا الشيق وما زال سوف نتعرفه أكتر علي إيشام ولدتك جوج بنيتات ووليد عندي محمد الغالي على قلبي وزينة حياتي وملك روحي حالو وزينة شحف عمراء زينة سبع سنين دكور ملك روحي 14 عام ومحمد الغالي داخل ثلاث سنين لماذا ملك روحي حتي الكليدرا ملك روحي أول فرحة أول كلمة أف أول أول معرفتني بحق الوليدين وانا في المستشفى وكان خاليت من الأحاسيس كتتجي الممرضة كتتقول لي تزدت عندك بنيتها أول حاجة درتها أقسيم بيلا وربشها داليا أزدتليفون قلت له ألو ممكن تي اللي سمح لي بحق الوليدين أعطي قلبي أعطي كيدار فهذه كل اللحظة بالضبط يمكن لك تفغي تشرحه معمرك ما غدي تشرحه معمرك ما غدي تستعيشه تستعيشه ممكن تشرح ممكن تشرح ممكن تشرح كي مواقف ولا ممكن تشرحوش لذلك سميتها ملك حياتي دخلتك بصح كانت كملك دخلت عليها بالربح الحمد لله دخلت عليها بأعمال دخلت واحد بهجاء دخلتني عندي ارتباط بالبيت أكتر قربتني من الجنس اللطيف أكتر لأنه هي صغيرة كنت عند هذك لاتوش ديال عند هذك لمسات الانتوية في الكاريس ديالها في البوسات ديالها كان عقل أنني كنت صور المجدوب وطلت شهور وأنا في دخلت فغيام بنيتات البنيتات زينة زينة تحياتي زينة تحياتي بصح ما حال عندها سبع سنين سبع سنين زينة عندي قريبة لأنها مريضة تمرض بزاف عندها حساسية وانظر ديالها قليل ولذلك لا ملاك ولا زوجة ديالي كي يعطوني بعض المرات كي حسو بي أنني كان أعطيها بلوس وأنا كان أشرح اليوم كان أقول الحب هو هذا حبنا لوليداتنا كان أعطيه للي محتاج كتر رامي كي عندك جوج وليدات راه للي مريض كتر هو اللي كتحن علي واللي عنده المتيحان كتر هو اللي كتحن علي واللي في جوع كتر هذا لا يعني أنني كان فرق بناتهم كان حسدك النقص لذلك تلقني مع معزينة بلوس كنتظر الله يشافيها الله يشافيها شوف الوليدات سي نعمة ما كيحسبها إلا اللي عنده إن شاء الله ما زال تشوفها كيف ما بريت أروا أروا ستذهب لك أبو البنات حتى جال الولد أروا أخير العنقود أخير العنقود هو أن أخير العنقود لن أخرج لن أخرج لن أخرج لن أخير لا أريد أن أخير أخير لن أخير لن أخير لن أتكلم عن الولد 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 بعد كان هناك ابنتات وحياتنا خطتناها قمنا بجوج المداريس حتى السفر واحد لنهار كنت في أقادير أخير أخير يشام قلت لها قلت ليراني حاملة لن أقول لها مرحبا بها إلا جاء ولد مرحبا بها إلا جاءت بنت ألف ألف مرحبا بها والزوجة كانت بغى الولد وكانت دفوة ولدت تمرت تمرتات في العوامة وكانت اشتغلت وكانت منصب شغل محترم زيان إذاً سيؤثر هذا كله قلت لها مرحبا بي ما نقشه وكانت محمد كانت سميت الغالي عزيزة لها شعال هذه وفي نص الوقت كالأب ديالها الله يرحمه كانت عندي معاه واحد العلاقة خاصة وتوفى بواحد طريقة واحد الأكسيدون وتوفى وبقى دائماً محمد الغالي وكانت أشتغلت وسميته اسم تونال دابت ثلاث سنين في مارس سيضير ثلاث سنين يكبره في عزك إن شاء الله الله أخليهم لك مازال اللقاء شيء معك حسنا وقدينج بدح وجهة زونين أنا وياك يشامل واني اليوم في حلقاتي لكم برنامجكم طاعة الحال آخر كلام دائما على قناتكم شادة تيفي أمشيو معكم الفقرة المولية انتوزارك موسيقى برنامجكم نحن نضروح ما شوية شوية على الظهر كنت أمن بالظهر عند الأولانية يجبك الأول سؤال بطبيعة الحال بطبيعة الحال ظهر وافتقى فينا كأننا عندنا بزاف الأمتل كتظر على الظهر والظهر عنده عنده يد كبيرة في تقرير ما صير بزاف ديال الناس إلا لعب معك الحض ولا الظهر نضروح لن نضروح منها نسبة مئة حتى لن كنت مظهر في حياتك مئة في مئة جدًا أقولك الظهر كانت تزادت في فتل الأم وكانت بعد عامين وثلاث سنين واربع سنين واخرين والأم والأب أب أنا لحد الآن لحد الآن أنت أبابا رشيد تأترتي بالمودة للأب لو يأتي الآن ويخيروا ما بينما الدنيا وشوفه في الواليد شوفه في الواليد نعمل كان كتر ما تظهر كان عندي واحد الملجأ أنني مكدق بيه كان شي له كان هو وحيد في هذه الحياة كان من يحرم الحب لم يتوقع شي بمشارك في الساعة ولا يتسنب برطابل ويصبح عليه ولو بالغلاص عندي ثمانية أخوتي نهر ليس لديهم وقت لي تسواعر أخي يشام فينك أخي يشام أن أريك أخي يخطي كان كتر ما العمل هذا كتجهاد اجتهاد شي لك أن أحصوله خدمت عليه هذا هو حال العمل لا يأتي بالظهر العمل يأتي بالخدمة طبعا بالمتابرة بالبحث تكوين شخصياً كانت تزرع واحد حاجة باش تحصد واحد حاجة ما يمكن لك تبقى ناعة السلطناش وطنوت وطنقاد في عباد الله وتهضر وطنقاد تتوكل على الله طبعاً وطنقاد تفتر يفتح يرزق ولا ربي ما يخيبك ما كان هذا ما عنده شتيبات ما يظهر لي عندي هو أنني عندي ضايرين فيها ناس ومتكايرهم قلت لي يا مئة في المئة هتكون شي حاجة اللي علم شي شي حاجة في حياة كلي كتقول هدي ما كانش حاضر مع إفاص هدي ما ماكونش محدود أقسم بالله أقسم بالله والله شاهدنا عليه كنقول اللهم أدمها نعمة واحفظها من هذا أقسم بالله مي كانكون كنالعب مع ولداتي كنقول يا ربي ميكونش حلم مي كانكون مع أخوتي ومع والدي كنقول يا ربي ميكونش حلم مرة حيث أنا حيث متطلباتي من الحياة والطموحي في الحياة را ماشي كبير بزاف را كنطلب الاستقرار والراحة النفسية ما را كنطمحش الجاه والماء لا 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 را على ذلك شي غا تجيك الجاوب ديالي كان مئة في المئة لأنه هو هذا الطموحي لأنه مي كان سالي الخدمة ما تنقولش مش نصهر في بلاسة أمفلانية كانت نفقاش أنا را كنكون في دي زوتيل را نفمي كان صور في كازا ما كان ناختش لوتيل نسالي محضاج للليل وندخل البات في معوليداتي في صوحة ستة صوحة نجي وكي سعبون بيت فلوتيل أنا را في صويرة كان صور في صويرة ولكن عندي غير نهارد الغولاش كندير سبعات سوية ديالطريق ونجلس معهم ورجع لذلك كنقول لذلك تجاوب ديالي وقيل بلك على النار هنا غادي نمشي ونوريك صورة ديالواحد سيد اللي هذا بقون جافزارك هذا فريم جافزارك راشيد الوالي رامجا شغيب زهري راشيد الوالي أبر العائلة ديالي هرا هو كان حلم ورا كان معشوق الجمهور وكي بغيوه الناس وناجح ما سهلاش أنا كتكون أخ جسد من فنان اللي هو ناجح ما سهلاش كنت دائما انتا بور لدوزيام دائما انتا والتاني حيث مي كتكون إنسان عادي مي كتغلط كتغلط نفسك ولكن إلا غلطتي كتغلط الشخص اللي هو أكتر من أنه ونفسك يعني أي بساط نكون شي بلاتو من إلى تناقشتش ولا ما كنش مستوى ولا صدر مني شي تصرف أول حاجة كي مشي للدهن خو راشيد الوالي هاش دار هاش دار في العياقة في العياقة في كادا وكيركب على أخو وكيركب تحق على السمعة وكيركو وكيركو حتى في الحكم حتى في الحكم علشان في المراحل من الأولى دي الحياتي الأجنحة المنكسرة والبعد الآخر والدم وأصديقاء من كارد والمصابون أتلقى الجنيريك فيه هشام لأن كنت أقارن دائما بأخي وهي مقارنة غير عادلة هو بالإكسبرينس دياله بالكارزما دياله بالمنظور دياله بالتقافة دياله صعيب لأنني يكون بحاله كنت فيما ندير شي حاجة كي يقارنني هو احس منه لا ما يبنش فيه لا وغير متطفل لذلك المسؤولية ديال تكون أخ ديال نجم والإبن ديال وحد نجم هي مسؤولية كبيرة رمحة سبيرة غير يكون بصح تلك الموقف تسعى دائما أنك حي تعمرك كان طموحي لأنني يكون حسن من راشيد الوالي كان طموحي نبقى في الجنب سعليات كانت المسألة هذي لأنه كان يمكن أنه مثلا تبغي تكون بحال خوك أو لكتر من خوك أو لتأخذ هذك التجار البيسات كيف ما كان قوله من تحترجلين ديال خوك أو لتدخل معها لها ذي النجومية ديال هذي برقونت خيمكننا نشاهدو فيها كاملين مع مكتصرفتها التصرف هذا لا عمري سديما غادي مع راشيد أولا النجومية عمري محسيت بها لأنني فاش ما كنتش ممتين كنت كان بشي معاه ولا فاش كنت ممتين لم أعرفش عشت مع ذك النجومية وعرفتها وعلى القرب ديالنا والحديد ديالنا كان عرف هي زائفة هي فلاش كادر في عينك كيف تتحل عينك كيف تشوف الواقع لذلك لا تغريني النجومية ولا الناس هذه المسألة ديال مفرومنا بنسبة للراشيد راشيد كان حلم ديالناس وكان حلم ديالجيل لواحد القتاء حببنا في التمثيل وحبب شباب في التمثيل حتى المعاهد ولو الناس كيمشي رأى لوقيت المغرب اللي كان كيف يوصل في الألعاب القوى حيث كان عندنا سعيد عويت وكانت عندنا نوال متوكيل واحد لوقيته كنا مجهدين في الفوت حيث كان عندنا كان عندنا فرس وكان عندنا التيمومي وكان عندنا الزاكي هذا هو من نماديش هذا هو من نماديش للواحد القدوة القدوة اللي يمكن لواحد يقتدي بها ويقدير يوصل وذي رأى في العالم كلها طبعا رأى مشيغي في المغرب قدوة في الميدال في الميدال قدوة وحدك لو لم يكن ممثلا رأى راشيدي لامشا صيب لك هنزيد على البيض قبيلة هنزيد لامشا صيب لك غير مرطيش على البيض ركي يكون تميز فيها هو في حياته إنسان متميز فعلاقتهم مع الآخرين فعلاقتهم مع الولدين فعلاقتهم مع العائلة فعلاقتهم مع الجيران فعلاقتهم مع أولا مثال ليك راشيد؟ مثال المشيغلية الخوتي كلهم لا دعني من الخوتي راشيد يدرس علاش ران نجاح ليوصل له ران يمكن ران نجاح يمكن 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 تجيك واحد لقيتان ناس يعاونوك وتكون خاوي وتطلع وراء الصعب يتحافظ على أنك الفوق الصور القيمة يمكن سهل ولكن باش تبقى في القيمة راشيد باش تبقى في القيمة ده بثلاثين عام راسي توتان تخافي عامل كبير على شخصه على تكوينه على تقافته على الجسم دياله على علاقته مع الناس لا يمكن تصور الكم ديال الحويج اللي كي ديالراشيد باش يحافظ على ذاك الصورة ديال الفنان محترم نقي إلا قال كل ما من فمه تكون صادقة ولكن صادقة كتوصل للناس بواحد الثلاثة طبيعة الحال ولا يسمح له بالخطأ صحيب تكلمت لي على الشهرة جيستمو أنك عشتها وعيشتها مع راشيد قبل ما تنتقلت الحال تنتقلت تصدق منا شهرة ظهر مزيان حاجة مزيانة ولا خيبة هو بحل موس كل ما عنده موس كي يصيب به زبدة يقطع بيت الله يصيب التفاح كل ما عنده موس يقدر يقتل بيه رابحة لك يقدر يتجرح به هو يسرح رابحة شهران عطاك يغيو واحد صورة مشيت لواحد مستشوى كي بشيو له بزل فنانة لقيت الحلم ديالواحد يصارع الموت وهو مريض بالسرطان وسميته عمر والله يرحمه كل حلم دياله بجو حوائش لكي طمد يالبارسة ويشوف راشيد الوالي ومبعد مات شوف ها انت استغلت مكتبش يضل عاجزة وكتدخل عندك الناس الكبار وكي عارفوك أنك إنسان مشهور وجيتي عندهم كتنسيهم في الخدلان ديالالوليدات في الخدلان ديالالجيران في الخدلان ديالالأقارب في الخدلان ديالمجتمع اللي يجعلهم أنهم ياخدون ذاكرة كيما وكيحصوا راسهم أنهم كينا تبغيك تشوف الصورة أنني مكتبشي وشنو الوقع ديالالزيارة ديال انت كتشتغلها في واحد صورة ديالة باش تستغلها في حواج وحدين خرين هناك الموز كي نقالب وكي تقول لي أنه مادة اللي يمكنك تسبب لك انتك تضرب راسك عاد أنك يمكن تؤدي الآخرين اوكي دونك سيف دو حدين ظهرك عيشك بزاف ديال الحويج إيجابية هذي يكون مكين الحويجات سلبي سلبيين كذلك أكيد شوني لعشي أكتر الإيجابيات سلبيات شوف ميكي كوي عندك الفهم الجيد للحياة بصفة عامة وفهم جيد لك كل شخصي أنا كان عارف راسي شكون أنا وكان عارف الموحد يلي وكان عارف عندي فهم جيد للمهنة ديالي وعارف بتقلبات الحال وعندي شعار دوام والحال من المحال رهما ديماش أنا عمرها مدام كان قلو اللي كون دامت لي قبل منها اللي كون قابك نحن تماما لذلك أنا فهمك فهم أولا علش علش كنعيش إحباطات كنعيش لحظات صعيبة في حياتي كنعيش دي مومون اللي ممكن ما طحلكش على بالك حيث دائما أنا من ناس لكي سوقوا دائما لك الصورة الجميلة إلا غندير صورة غنديرها مع وليدتي ولا كنضحك إلا غندير صورة عندي واحد الجانب ربما زوجتي وابناتي واخوتي وما اللي كعرف وتانا كنصد على رأسي وتانا كنكبر وكانت غوفل حتى أنا تنقول شكا ندير حتى أنا تنقول وواش حتى لين غنوصل وفين غنوصل ومعابن غنوصل تانا لا كي يطيح لي هاتش ولكن ما تكون عندك الفهم الجيد علاش حيث نال اللي قلت الميدان جوش حويش قلتهم حيات الحليقة مات كل شي كيدوس أي حاجة كدوس كان صلط وقصحت الظهر أنا تضرب سهليتي الله يرحل موليدين ملحافي حد هالك يحسب والله ما نحافيك ظهرك على الحساب هذا يمكننا نقولها هاكو بالبند العريض خلو المصريين جعل منك أنا كتكون رجل سعيد حمد لله على الحساب لحد الآن شوف السعد اختيار كيف ما يتعس اختيار أنا لا يتعس اختيار لا يتعس اختيار لا يتعس اختيار وفي الصباح بكري انا اللي اختار كيفاش ندوز لاجوغني او كنختار هذا ليس كلام غيره انا اقول انا كيفاش كندوز لاجوغني انا راني اعطيك واحد رام سلامة ابو البنات ما اشتغلتش من 2019 عائلة ويقره وعيشن في واحد نيفو وعندي 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 بتشي واحد ما ملي بخوش ما ملي بخوش ما ملي بباقو وانك يعرفون لان ما اخدامش حيث انا اللي كنختار حيث انا اللي كنمت صواح وندخول الدوش ونحسن وجهي ونفطر مع وليداتي ونتفرش شي حاجة إيجابية ونخرج حدا الناس ونتلقها في السوق وندوز عن المهمتي وندوز للاكل ديال بناتين كيف يفعله أن أخذ لك؟ أمريك أن أخذت ويجب أن أخذها ندخل سبب وقام بارد الحوائج لأنه مخدر لا أحتاج إلى حسد والحق تصبح لا يفعل في ظهري هي مسألة أرزاق و أنا مأمن بها أرزاق الحوائج و لا أكلم لذلك، أنا أخذ المخدر كما قلت لك سيدة يا راشيد هو أنه يمكن أن يسد عليها ونكبر الحية ونسد لها شامبغ ديالي ونقول لها ما يدق عليها ونكتأب ونقلدها ونكتفل في الفين في الطريق وكما سدود ونسمع الله أنا كنختار ذاك الجوغني ندوز بابها والله يلغطي ندوزها بالسعادة تحت شعار ما عنديش ومخصنيش فاخور براسكي شاملوالي بزاف كتر ما يتصور يمكن الآخر يحسبها غرور عاش ما نعرف قدرها نفسه كنعرف حدودي كنعرف نقاط القوة ديالي ونقاط الضحف ديالي وكيف أجعله من نقاط الضحف ديالي يكون القوة؟ أنا شخصية قيادية عندي شعار أكون أو لا أكون سلام عليكم ونهز بورطابل القوة لا تسألوا ونسمحوا لي ونشي بحالي لماذا لا نكون سعيد؟ كان تحت مواقف كي يحترموني الناس كان احترام للحيه احترام للجيران احترام ديالوليداتي احترام الزوجة ديالي احترام ديال احترامي لنفسي وهذا هو المهم حيث تفاد الحياة دائما لدينا المهم والأهم رأى الأهم هاتش هذا كله هو تكون غير محترام وكتب العالم كله كتب لو كتبت مع رأس كتشوف رأسك من رأي كتقول إخ أنا هكذا لا تقول الحمد لله عندي علاقتي مع الله مزيانة علاقتي مع الناس مزيانة علاقتي مع ذاتي عندي واحد تصالح داخلي ما غادش تصور لذلك رأى فاش تعطوا لي البرلماج وانا فخور به هاد دعوة قسم مع رأسك يقول علاش غادين مشي علاش غادين مشي حيث انا فناني ربما لستو كالاخرين ولا مني ناس قليلين كان عارف اصدقائي عايشين هاد الارياحية النفسية الداخلية انا ما كانت دازم احد ما كانت سب احد انا كان شوف اصداع جاي من هنا كان دير السينيال وندوز من هنا انا رأى كتقسني بطموبيل ديالك وتكون غالص كنقولك ما ترى الكوالو سير سير ربي بغاك ربي بغاك لذلك بي خير الحمد لله كان هذا اخر سؤال في هذه الفقراءة دي مازال رجعوا بطاعة الاحلامة رجعوا بزاف دي الحوجات وجاي الفقرة الموالية من بعد الفاصل بلا ميكاب على شهد السيفي امكملين دائما على قناتكم الفنية والفضائية شهد السيفي وبرنامجكم اخر كلام ضيفنا دائما هيشام الوالي ليش عرف انك تكون معي خيلي اليوم ايصافي بليزي وغشحال هذي ما تلقينا شون بليزي سر حلو نمشي معكم الفقرة الموالية بلا ميكاب بلا ميكاب هيشام الوالي عادي مشي معاك لنورك واحد صويرة هذي ولاتوا واحد المستملاحة اللي كل شي ولش هادها عليك عليا لكو موالي هوا عاصير ليمون بوعي كانت فيلم ولا دمو ولدمو ولدمو كانت تسعود وتسعين تسعود وتسعين واحد العامال دير واحد شاب مشاغيب كالأب ديالي هو المرحوم المحجوب الراجي الله رحمه الله والأم ديالي اللي كانت معروفة نزهر قراجي اللي كانت معروفة بدك يسويني فيك الله يذكرها بالخير سيُعزيز عليك السيدة داز العامال في واحد الوقيتان هدرنا على الاغتصاب كانت باسل شي شوية وخواف ومو كانت ديالبنات الوحد عن صحابي وكانت دياليهم وكانت ديالج عجر جيد وعنش ومشت عليك لا الغريب داز دازت مثل الالفين وثبعطاش وثمنتاش ولو صفحات بتمو العصير لدرجة ان ذاك العمل مشتو مره وحده في حياتي مع ممريشتو حتى تكبرت بنتي مالك أحد الولاد تجيب تقول يا بابا ما يدار عليك تلقى صفحات مو العصير وذاك العمل عاد تشاف حتى على اليوتيوب عاد تخدحقوه عاد تشافوه بواحد ولكن اللي كان زوين هو أننا عالجنا الاغتصاب وعالجنا ذاك التصارة ديال الولاد وفشوش الوليدين اللي كي ادي ولكن ما اخدشناش في التليفزيون المغرية ما اخدشناش حياء العلم غاربة داز وشافو الوليد الوليدة والجيران ديالنا كلهم وحسو به وكأن داز وحد الثلاثة اذا كنت نشرح لك وشارح الواضحات وإذا دخلت لها البلاصة سوف يدخل هذا الحاجة سوف يفهم امود تشافوه وبعد ذلك انا لم يقلقني وكيف يصنون يتصور ولكن احترام صراحة أمورهم مقلل المشخصي لذلك لا تتخلق بكشنة هل يمكنك تتخلق بالحوائزات في حالما يكونوا على الانترنت وكيف يكونوا على الانترنت إذا كنت تتخلق سوف تقس الشخص في الكرامة وكيف تتخلق بكل صراحة احترم انا في المصار احترم احتفرد احتف صور احتف بعض مرات لا تتجاوز شخص لا تتجاوز شخص لا تتجاوز شخص بالناقض كنت تتخلق لا تتجاوز شخص لا تتجاوز شخص لذلك لا تتجاوز شخص لا تتجاوز شخص لا تتجاوز شخص لعبتي عدة أدوار اللي كانت عندك فيها البطولة ولعبتي كذلك عدة أدوار اللي كان عندك فيها دور تاني ومعارش علاش دائما كتبقى في الدهن ديالناس انه دائما هشام الولي دور تاني كتوصلك بحال هدى المسألة هدى فلاك عيار ديالك في المسألة الفرنية ديالك يشاموه لا صراحة ما كان حشبه كين أعمال أكثر من ذلك كيكون عندي مشاهدين أو ثلاثة دور تانوي ولكن أنا من المدرسة التي تقول ليس هناك ممثل صغير أو كبير بل هناك ليس هناك دور صغير أو كبير بل هناك ممثل كبير أو صغير شحال ممثلين في العالم شفناهم داروا ديال باساج وخلاو خلاو أطار إنسان ويكون كحبات السكر حتى وإن داب ترك أطارا حلوا كنحاول في ذاك الاساج أنا راح تفلي كوغمتخاش كنتخدم علي زيتودين كنجي كندير سيكنس وحداوك تخلي الأطار ديالي كنقول أنا هذيك سيكنس اشتي بابا رشيد تعيط لي في العمل ديالك كنتقول لي هذي سيكنس والله ما كان ناس ونجيبت موبيلتي ونجيب حويجي ونهار معك على البرسوناج ونديفلوبي معك السيناريو على ود سيكنس وحدا ونخدمها من قلبي ما عمر كان عندي أنا رأى الأدوار اللولة أنا رأى الأجنحة المنكسرة كنت من الأدوار اللولة وكنت من المرشحين بزر جوائز وما كنتش عارفة أنا رأى بزارد حويج كنت كنديروه حيث هذا الميدان كنديرو عن الحب كنديروش مش عارفوني الناس اللي تصوروا فيها بلا باش نستغل الشهرات ديالي كنديرو كاميهنة لو كنتوا جونديا لو كنتوا جوندي ناجح لو كنتوا شرطيا لو كنتوا لو كنتوا ميكانيكي لذلك أنا مسبلية دور الأول والثاني وش كاين ولا ما كاينش رأى أصديقاء من كندا رأى كانت دور سابع للثامن ولكن أباقي أصديقاء من كندا ربعات اللي سيكون سوى خمسة جايين من كندا في المطار جاءوا قرطونا البوليس احنا كيحقوا معنا البوليس باقي الحد الآن أصديقاء من كندا كي الناس اللي عبوا بطولة من الولد الخرمة كتب مويمة هذك دور بطولة أو دور ثاني لا ما عنديش كينا ناس اللي برعات كدور ثاني كذلك هنا غادي نعود نرجع نرجع عند راشيد الوالي واش ماشي راشيد اللي دير لك واحد شوي شويش ديال بطل شوف نقدر نقول لك نقول لك ماشي راشيد تفكير ديال بعض الناس لأنه حيث ميك نوصل للمقارنة وهي مقارنة غير عادلة حيث تلوك نفس سن واحد لأن وكونا بجو موتيلين الأدوار اللي كيلعب راشيد الوالي ماشي الأدوار اللي كيلعبه إيشان الوالي اللي لا لاحظتي في المعصر ديالي عندي الاغتصاب، عندي الشمكير عندي السرقف في الحي الخلفي أنا ورافق بوكور بسكوتر عندي جميل حويج لمجتمع الخايبة تعتقدت هذا على تطبيه بخلاف راشيد الوالي مرضي الوالدين وكي يحبون الناس ويبغيهم مويمتول وشاب اللي قرأ ومخدمش دائما فيها الملحو سكار وممغش سكوت كان هدروع عن البدايات البدايات كان أدوار اللي كيتعاطفوا معك الناس فيها وكان الناس اللي كي يكونوا ضدك بدايات كان ديالنا مختلفة الحمد لله فاش كبر نبجوش صعيب تقول هذا كان حسن من هذا كان هذا أجاد هذا الضر حيث هو مكتوب مزيان حيث الكنديسيون دياله كانوا مزيان حيث الانتاج كان مزيان حيث الضروف الاشتغال كانت مزيان ما تحكمش عليا أنا في واحد العمل اللي ربما الكوستوم ما كانش مساعدني السيناريو ما مكتوبش مزيان المخريج ما كانش كيعطيني ملاحظات ما كي يديريجينيش ولكن مش هذا هشام هجبتين معي واحدة قاضية زوي ونا بزفوك وشكرك بزفوك بزفوك وش المشاهد دائما يبقى حلل هذا التحليل هاللحقة راحيت ما جابوا ليش او لاحيت ما قدوا ليش او لاحيت هذي لا المشاهد لا المشاهد ماشي كي حكم عن نتيجة نهائية اعطيتك حويجات اللي ممكن كيخليك بعض المرات تتكون في واحد الدور ما نقولوش باهيت ما كتكونش متمييز فيه لأنه باش تكون متمييز خاص بزفوك المعطيات اولهم يكون سيناريو مكتوب مزيان طبعا يكون مخريج كعرفي ديريجيك يكون كوستيوم لا يعقى لاسي رشيد لأنك غا تعيت ليه هشام الوالي وطلب مني اللعب الكوستيوم ديالي إلا لبس هذا الكوستيوم أنا بقى هشام الوالي حيث الكوستيوم عنده يد كبيرة في تقموس إلا غا لبسوا واحد الكوستيوم ديال اللي عمري ما لبسته ولا مصخ ولا مقطع أوتوماتيك مو كيخليني ندخل في الشخصية ما نبس أنا هدفي الريحة ديالي في عارف 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 اليروبر دياله صدايفنا عارف عنده حتى تقدم أنا لعاب دك الدور إلا ما تصعيب عليك باش تدخل حنا كنا هدروها مزيين الناس يكون عندهم الفهم طبعا لأنه نشرح لهم حويجات بعض المرات باش ما يحكموش لأنه كينا عامل وعمل أو يكونوا واحد شويش في الأحكام دياله طبعا يتلح هو الأحكام حنا فاهمينها هي أعراف في العالم كنا كتدير واحد العالم كيكون الناس لا مش يسوقون فاتش حنا غين نفهمو الناس أننا لا نقارن مع إنتاجات أخرى اللي هي ضخمة إحنا الفن ديالنا بحل رياطنا بحل سياستنا بحل ثقافتنا علاقتنا عندك واحد شوية الفلوس كتحاول بشيرهم باش منا نضروع البارسة من ضومة للريال من ضومة ما يمكن لناش نقارن مع بعض الفريق في تروازيام ديفيزيون في المغرب مستحيل لذلك لا ما بدرجة الأولى في المغرب ما يمكنش إحنا أعطيناك ما يمكنش لذلك الحكم ديال الناس علينا ولا تقييم ديالنا ولا العمل بصفة عامة كان قوله لو هادك الأمريكي ولا المصري ولا الأوروبي طاليا يجي يخدم في هاد الكنديسيون والله ما يعطي النتيجة حيث إحنا كنخدم في ديال كونديسيون فريمون صعابين سبعيكو الظروف ديال الاشتغال ديال فنان المغربية أصعابين لايكون في العوان لكن لا نكون الحديثة أنت لا يكون الخضر عندما كانت لا نكون المغربية الظروف ديال الاشتغال بصيفة عامة نعم نعطى لكErn على أكثر فقط لكي 선عون لن نحن أخبرهم كهي نحن نغطرهم يكون لديك مشاهد في الزنقا وعندك فيه مثلا غطلقها الوالدة ديالك وغاتبكي كنت أفضل شوط الأول كوبي للأدان أعود شوط الثاني كوبي في الموتور ثلاثة يتعطي لك هشام كيف ستعطي ذلك اللقطة وتخرج ذلك اليموسيون من القلب وترسل الناس وانت في خلاف آخر يديرها في الستوديو الذي يديرها في الستوديو الذي يديرها في الستوديو أخرى ذلك تعطينا ذلك النتيجة نحن ممكن نعطيه ذلك النتيجة نقول الحمد لله الحمد لله لذلك ليس رشيد الواليد لا هذا يأتي والدك عدد والدك بفتر والدك بفتر حياة أخوة رشيد الوالي دك شلاش يخدم بزاف الأفلام دي الخور فهمتين على شطرح لك السؤال لا لا متفق معك لك شيد قلت لكم نحمس تشحال هذه هي مشي لشخص هشام الوالي احنا الشخص الناجح كان أعطيه ديما مبرية برات عمرنا مجلسنا دك قلنا دك الشخص الناجح لأنه وضربت عمارة وناط صباح وكري وقلب وبحث وخدم وضرب دوز لكاستينج واترفض وسمع كلام خايب وطح وعوضنا وطح وما كان قوله شكا كون ما كانش خوة كون قالو اخته زوينا يلي خدماته كون قالو اراد ضر ديالا مكان سنكر فيها عبدهادي بالخياد الفنان الكبير عبدهادي وولعيت لهم كون 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 دائما غا يلقوننا شي سابب شي سابب علش نجحنا ولا ارى النجاح ما كيجيش هكاك ما عمره يجي هكاك ناجك يجي بالخدمة وتمره فينك ترتاح أكتر هجام الوالي سينما تليفزيون والمصرح المصرح المصرح عندو حلوته خاصة ما كيف مفرطين في المصرح في المغرين ما كيباليكش انو شوف هذا ماشي عيتاب ولكن واحد الحقيقة اللي هي كينة بزاف ديالناس كتفضاب المصرح واللولاني كيعطيها المصرح ديك الشغرة وكيعطيها المصرح ديك لكيديبليتي باش كتوليك تخدم وباش ديك المصداقية ديال المبتل ومنين كندوقو فلوس تلفزيون وفلوس سينما كنقلبو على المصرح لانو فلوسو ما كيبقوش على قدنا كير الواقع والواقع كيقول اه سي رشيد هو ان المصرح لأسف ما كيعيش لان المصرح دياله مدخول دياله محدود باش كتخلص ديك العرض واحتمل ما نقولوش هزيل واحتمل عادي جدا عندنا مصرحيات مثلا احنا عندنا طالب رغم كنتخلصوا بواحد ثمن كمشيوا مثلا عرضنا في الرباط كنتسألو كندخلون ديار كنتناخدوا ديك الثمن كمشيوا نعرضو مثلا في الدخلة ثلاثة ايام ديال الطريق ونوصلوه كنتخلصوا بنصدك التامل اللي تخلصنا بيه وحنا في الرباط لذلك انت مكتولي شو يا معروف وكتولي تفتغل كتولي عندك واحد نبود في واحد نمط ديالحياتي وكتولي عندك واحد السيرورة متابع باشياء طبعا رامو جبارون اخاك رامو كينشي فنان اللي تقولو رامو الحلاوه لكتعطي لك رامو تعطي لك لا سينيما لا مصرح لا سينيما لا تليفزيون لا سينيما لا تليفزيون ثم تتعرّع إيا عندك إيا ما عندك الخشبة لا تتسويع ونصف وكتعطي لنغجي ديالك إنتيريور إيا تكون إيا ما تكونش لذلك أنا أفضل المصرح لأنه الإحساس الذي يعطيني المصرح وانا على الخشبة ما تتعطيش لي لا تلفاز للتليفزيون اليوم إيشام البوليف عمرك تقريبا 47-48 عام 47 وغادي الـ 48 إن شاء الله أنا سأقوم بالخمسين ونقول لكم شنو واقع هين كتب عليك القيمة المضافة فنياً ديال هشام الوالي في الميدا الفني المغربي ربما ما تبعنش دابة ربما ما تبعنش لأنه نحن نعيش في واحد الفوضى وذلك الفوضى تتعرف منك يكون معك كرم خروض صعيب تشوفي وجهك صعيب تقول هشام ولا يوسو الجندي ولا هشام الإبراهيمي ولا فريد الرقريقي شنو القيمة ديالو من بعد نحن نقوم بشي حويش ربما يبقى للتاريخ لأنه حسد الأفلام اللي كنت ديروه يبقوا في اليوتيوب ويبقوا في الأرشيب تلفازه ومبعد عاد كتشوفك تقول واو أرى في نالمو كان عندنا وحد شخص وحد هذا كان يقديب كذا وكان يلعب ديال بيقصوناج وقدر يخرج من الجل باب ديال الأخي وعرف يفرض وجوده وعرف أنه يدير بزاف ديال قبعة الكاسكيت وقدر يتوفق فيهم إلى حد ما ما كانش نيول ما كان عنده واحد للنوع ديال القبول بعدها صعيب على تباد فهذا الخلط اللي كايين صعيب حتى الإنسان يحكم حتى الحكم ديالك كهيشام الولي كفنان عنده قيمة فنية صعيب تحكم ما هو الحكم اللي عندي معابنت دبست ومعابنت شكولي سبيت واش تعريت واش شي قلت كلام هذا هو الحكم ديال الناس علينا الحديثين أما فنيين ياريت يا ريزة براشيدي تلاقك شي حدي يقولك ذاك بيقصوناج شوية كان اكزاجيغي شي شوية كنت واحد لوجوه راماشي ما عنده الحق يتوامشي ناقيد لا رحت هو عنده الحق بعد الخطرات ولا يكون غالف حيط رؤية رؤية دياله انت كتتحسرما لغيت لاقاك يقولك ارى اذاك خينا سبك لبعض حتي واش قولي اذاك خينا درت لذلك صعيب الحكم فضل وقيته هذا ممكن ممكن نديرو شي حاجة زوينة للتاريخ ممكن تذكرنا علاش الله ان شاء الله يا ربي انا مشي معاكل واحد شقة ذلك اللي مهم بزاف في يوم بثلاثة وفي يوم كاملين دايير وليومات حكيني حتى مع راميش تلفازية اللي كتكتب من الول حتى الاخر كتابة السيناريو اذا زوينة هذه جواب كتابة السيناريو في الدراما المغربية اي شامل ولي ارى بحالي كتبني شي ضارو بالاساس ارى يمكن اللي كتبنيها ولكن اول ريحش كي يدير كي طيحة الساس هو السيناريو لاسف معطيناش اهمية سوف نعطيك نفس الملاحظة اللي اعطيت المحمد اشاور اللي كان قبل منك سي علاش منيك اللي عرفوا ان الساس هو السيناريو وكن خليهوا اخر حلقة في العامة تماما لانو لانو كتاب واحد سيد جيب فكرة وديفلوبا وكتب السيناريو وانو وانو المفكرة السي رشيدة هي كنا واحدة رقابة وراقبة معنى الناس ومن بعد كان ندوزوا رقابة دي الانتاج عندي واحد سيناريو غان كتبو باك السيناريو مثلا كيه ضر مثلا على واحد الحدد التاريخي خصو جوج واحد المعركات خصو خيول محاربين خصو اسليحة كانت المنتج أول ما تقول لي لا حد علي ذاك المعركة رلا باز ذاك السيناريو ذاك الفيلم هاد ذاك المعركة هي الحادث اللي خلت الأحدث تطور تمشي الالتجاه الأخرى عندي عامل واحد أخر دي الواحد طلع الطوبيس وبغي يشفروا وهذا القرخته هي اللي شفر له هذا وقبطات فيه وجو البوليس ونقذوا تبعوه الناس أول حاجة غي يقولك انتاج طوبيس وثمانين للناس ونكري طوبيس النهار كله حيد علي مين كان قا ندخلو هاد الزوبستاكل في السيناريو دينا كان حدو الإبداع دينا هادو ما حنا مي كيقولو راقبة كي يتحبو الناس كان هدروع راقبة دي الال الكلام الخايب انا ذاك سنفروغ منو هادو واحدة هادو راقبة اللي كتكون عند السيناريس كيقول لا اللي بي تجي دي الفيلم ما يقدرش التاني حاجة وليه المسألة الأخيرة وي الصعيبة هي وليه وليه سيناريو السيركومونت هادو راقبة ثلاثة اللي كتقول لك هاشنو بغينا هادو انتك موبديع هادو كتكون ناعس كتقول اليوم اه نهضر ندير فيلم على عبد الكريم الخطابي وهانتكتب فين غايدوس حتى وجودية التلفازاء القنوات ولا هذا هما باغي فيلم يقولك بوليسي بغينا فيلم كوميك بغينا سيدكم هادو تخلي عندك كطر انك تخدم هادو تخدمه هادو تخدمه هادو تدير شيئات تحت طالب شنو بغيه ندير ليه بحل واحد كي يبدع في واحد طابله يخرج كنقوله واو وواحد كيرسمك كيرسمك انت هادو كيف مكن الروعة ديال ذاك اللوحة ما تكونش انت فالواحة حقيقة لذلك نحيدو هادو الرقابة على السيناريو نآمن بالسيناريو أولا هو السيناريو ونبعد يجوح ويجوح ديالخرين القوة ديال السينيما المصرية راح في القيطة كانت بداية ونهاية وكانوا كي السيناريوات كي يخدوهم من الروايات الكبيرة ناجم محظوط وفح الحكيم تم طلعت السينيما ودارو غالاط نهار اللي تبعوه الجمهور عاوز كيدا ودارو سينيما المقاولات والسينيما التجارية كانت طلعت شيت حد الآن عاقوه هاو ما شوف داب الأفلام ولو أفلام في المستوى حد رجعوه لماذا؟ القوة تجد أولا في السيناريو يمكن أن يكون عندك السيناريو زوين وتجيب تجيب كاستينك صوفاج مع ممورو لعب ملاباز عندو مع ديركسيون داكتور مع التكنيك طلعلك كي المكوينة ممكن تجيب لي أحسن ممتل عندنا في المغرب وتعطي السيناريو ضعيف وما في خاوم في ميدار غايبا في المضعيف والممتل غايبا كونش غايبا ضعيف والنتيجة غتكونا كاريتيا وشنو اللي ممكن نديرو باش نخرجو جسمو من هالكاريتيا الإبداع ميكونش عندو حدود ميكونش عندو حدود حنا ما كنقولش على الراقبة كنقول الحدود المو بدوع نخليه ويحلم الحلم ما نحبسوش في النص أرى مين كنكونو كننعسين وكنحلمو أرى مك يكونش عندنا أرى كتحلم راسك طاير وش في الحقيقة طاير خليني خليني نكتب تجيت فيه كل وردة كتكعه خليني أفجعيني الحسنة تقرب مش تفلو زعد فيه اختيني نخليه الحرية الإبداع ما تكونش عندها حدود سوف يمشي معك وليعبت فيه بزاف ديال أدوار الضريف القبيح الشمكار وزيد 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 ما هو الدور لماذا اللي يجعله أوليك يحلم به؟ ما عنديش دور معيان ما عنديش دور معيان كنقول نتمنى أنا كان كبر و الأدوار ديالي تزيد معالاج ديالي الحمد الآن غادي نتاقل واحد شوية نبدأ نتاقل الدور ديال الأب ونتمنى يطولنا في العمر ونلعبتين الدور ديال العمو الجدو الجدو وكذا لا ما عنديش دور كنت في واحد لوقيتها كنت كنت تفرج مثلا في فيلم أو كنت تفرج مثلا في مسرحية كنت تقول واحد دور شو غير لا نبغي بزاف أدوار بزاف أدوار كتمنى يجعله لا بزاف أدوار اللي تلعبوا أنا اللي مشتوش خليني لا سوربريز أنا كان نحكي الحماق على نبغي واحد ناري نجي نقول ناري هو مكيش دور ديال الحياتي هو كين دور اللي قريب اللي نقدر عندي مساحة حيث كين أدوار اللي نقدر نبدع فيهم وكين أدوار اللي نقدر نؤديهم يقول يالمو خريش دخول من هنا وخرج هنا وبلاء متشوفهنا كان ديالي واخه مدخل من هنا وخرج هنا وكين ادوار اللي نقول له لا هذاك تشوفة دياله اللي بخصوناج اللي حيت عنده واحد مرجعية ثقافية ووووووه إلا شافوا نقدر صورت مقدار النقش لذلك انا كان تمنى يجيني واحد نهار دور هذا ليعنى كين ادوار اللي شتهم ديجافي وعجبيني وقولت ياريتكن كل لعبهم بحلاج بحل دور ديالالامين ناجيف في الماضي لا يموت، ذاكي البسيكوضر ياريت، أنا جاد أدوغ ذاكي الناس أنا أعجبني، أنا أريد أن أكون بحل عجين، بطا مود الذي أعجبني، ونقرأ ونحيد حجبان، ونلعب سبورة، الحمد للبس أدوال في النان شوف راكي يبقى فينا سي راشيد، أنا كان كبرو مدرناوالو، لماذا أنا باش فايتني أحمد سقا ولا باش فايتني هادوكي دروكي كنت أعجب في النان ونحكر على الموتور، وعندما كانت فالقومة ذاكي الأدوار بحل الإداعة، أينكنك؟ كنتي؟ كنتي، كنتي ليهي، جيب لي المفاتيح وأنا عمشي باكي.. لماذا لا، أنا لا أعمل، لنجه، أو نقرر، أو ندخل، أو تنقي، أو أنطي.. أين كدوال الخلال؟ من جال السيناريو كانت بانترخه، من ذلك، وإنتاج، كذلك؟ وإشتري الحيث وإشتري حيث يكتل على أن الهوار نحن نضع من أسساس من الأسر من حين أن ادعي عملتك اللغة ونحن يوجد لي مجبارين فعندما يكون سأضعني أدعي فيلم على هذا البعض هذا القيام سأضعك ستين ريالًا وإن أطلب منك بسطيلة فروية الماء سأضع للي وإعادة الإعلان سأضع لها أكثر وكلمة للغاية هذا القيام بسطيلة فروية الماء هم مرتعب لتعطيني بسطيلة الفيرمين كتعطيني البيت جي ديالا وتقول يخصها تكون وشرط عليه يدك الساعة ماشي انت عطيني ثلاثة درام كتقول يخصك بلاو يكون وعر وتحطي فلاصة كلا كده وتسوق وكده لا ماذا سيدي في سيدي وقالو غادي نصوب لك شي حاجة بحالة بسطيلة لها السيف تكون تسبيتار وفدينا لسالي فين انتهب طايت حال خدمتيك قدام كاميرا وراء الكاميرا فين كتحس براسك أكتر مرتاح انا مو بديع وانت استي كين اعمال لي صكت بهم صكت بالمو بديلين وكنت كنحس عندي دور انا في نهار ذات فضو كنت مكلف بالصادقة هودا الريحاني انا شتاغلنا مع محمود الكغاط حبا في الضومين وملعبتش في الفيلم وادا وادا وكنت بويسكو ما كينش لي خديت الدور ديها كنت كنوصلها لوصلها لدارها وكنت كنحس انني عندي دور كبير حيث انا ميكا تكون عيانة ولا عندها مشكلة كركب معا تكون جاي الصباح كان نعطيها هدك الانيرجي زوينة وكنحاول ما ام كان نوصلها للحويج زوين عمالي ما وصل الحويج خيب باش تكون في بلاطا واش تكون انفرنا انا مو بديع فين ما حطيتيني خصني نكون انا قلت لك انا رفلي نعطيك جوجة للحويج اي تفضل يمكنك تكون مو بديع في الكواليس وممكنك تكون مو بديع كدلك قدام الكاميرا عشنا ولي تختار فيها لا بطاف الحال قدام الكاميرا قدام كاميرا لا سوف نفضل لا نخبّيش اليك سوف نكون انا نحن نفحق نفسي لا انا بغين كون مو بديع كيخدم شوف ارى الاحساس اللي كتحسبين انتا كمو بديع وحتى تامي كتكون في بلاطا المو بديعامل معاملة خاصة تأتي في صباح واجي واحد يوصل لك تلقى واحد سيدة ودقى لك ماكياج تلقى واحد يواجد لك كوستيوم وكتلقى واحد يواجد لك ويزداتي لقى ارى ان بريستيج صعيب تلقى في حواج وعدين خرين انا في حالة الميميكوشك ماديش مشكلة لكيكون هكذا هذا واحد الموضوع اللي في زف دي الناس ما عادش نقول لك اتحشى انها تهضر فيه مني كان هضرو فيه دائما كان كان نكونوا واحد شويش يا اما قاسحين مع مع هات جهة ولا مع هات جهة تانية نجوم مواقع التواصل الاجتماعي والانستغرام اللي تحولوا اليوم ولو هما لجوم التلفزة والدراما والسينما المغربية كيف تجي هذه المسألة يا شام الجواب بغي يكون فيه شقين الشق الاول فيه هي مسألة ارزاق وفيه مسألة اجتهاد لانه حتى دك الناس ديال اليوتيوب انا ما كي نعصوش ال 12 و الوحده يبدو غير ينقضو انا كي نوضع تباش تصيب فيديو اخي راشيد وتمنطيه وتوصلوا الناس ولمحتوى ديالو ويطلو عندك رامش سهل غير هو ما خصيكون هو المعيار ما خصيكون دابرة ما بقاش عدنا لي كاستينج ولا المخرج لا بغي يدير كاستينج كيمشي الانستغرام وما خصيكون معيار كينوح حاجة تمثال معاد العالي الفيلم صراحي وطنشي التقافي كين كونسيرفاتوار ديال كين الناس علش علش ما غنكونش قاسي عليهم لان احتوى ما كي يخدمو وفيهم اسماء تبارك الله لهم لجيزهم الفرصة وبينوو لحل تديرهم كيف ما قد قلو كيف ما كان اسماء ل مريم القدميري تبارك الله في أول عام كانت معنا تبارك الله كانت أكثر من محتلفة ولكن أنا بقيت نقول للناس والمسؤولين ولحتل هاد الناس إلي جواوا انتقادات يحطون نفسهم في واحد الوليد عنده 18 عام وجاي من واحد المنطقة مثلا جاي متازع بلادي لكي لا يقولون أنني أمتاز بها الحبيبة ويأتي إلى الرباط ويأتي إلى الكونكور الكونكور يأتي إلى ثلاثة المراحل 18% 1800 طالب يأتي إلى الكتاب والشافة والإستاج وينجح ومن ينجح يجب أن يصرفوا على دارهم منتاز الرباط لمدة أربع سنوات يكريو له ويكلوه ويشربوه ويأتي إلى الإستاج ويخلصوا عليه وفي الأخري يتخرج ويقال كفة غير متعادل نتضربتين أربع سنين بتكوين وخسرت عليك الدولة رأى الناس اللي يأتي إلى الإستاج اللي يأتي إلى فرنسا رأى الدولة اللي تتكلف بهم أنت انت في هذا الجن وهذه الأولاد الممتلة وفي الأخري كنت تخلاي عليه أنا ما بغيتش يبقى هما المعيار حيث دبل اللي هو اللي هو اللي صعيب ولا أول ما كيف يفكر فيه في أي كاستينك الناس حيث مسبال لهم النجاح هو ديالي يوتيوب رأى الأخر غير موجبار رأى مثلا غير أنا مثلا أنا رأى ما كنعرفش ما كنعرفش للاستاقر وما كنعرفش نكتب وما كنعرفش نتبارتاجي حياتي وما نقدرش ندخل بيت نعز ديالي ونقول لهم أنا ونقول لهم راني في كوزينة وانا أولدي كنصلخو وانا أولدي رمو يجبت لي ما نقدرش ما نقدرش حيث أنا نتاج واحد المدراسة ديال أني نكون رصي علش كتسوني على لي كاسكيت حيث ما كان ضياش وقت في فيديو كان دير ديكوغ ديال طياح كان قريط طياح وانا كان تكون كان ديال ديالي كان اللعب معهم سيوغسين كان نشوف دي فيلم كان دي فيستيفال كان نخدم على راسي كان نتخيش كان نقرأ طبعا دونك هذي دخل في قدمتي كانت لقيتها كانت لقى واحد دير واحد لفيديو يجوش ثلاثة أربعة أشرة كتبع مشاهدة كي يقول لي هو هو المعيار وانا رأى عشتا انا رأى طلقيت في أعمال كنا نحنا ممتلين تقال مشي تقال سافو ديالي فلاش ديالنا فتكوين ديالنا وخارجين وهذا فينال مو كنلقى واحد يالله دير هذا وكنلقى يعمل أحسن منا واخضر أحسن منا ومخلص أحسن منا حتى لكي يجي البلاطو وكي يتعمل البلاطو أحسن منا كنت تقول ياريت ياريت تكون زوبة ياريت تكون غير شي حاجة ديزة حتي مخصش تكون لانا هكا هذا ليعني أني ضدهم لكن من الناس اللي اكتشفناه منه أنا أعطيتك سيمو صدراتي خدمت مع خدمت مع مريم القدميري خدمت مع ديجون اللي بصح لكي ميكيني نحن وغير في المنطيق انتا كتجيب واحد شتي في يوتيوب كتجيك طلب منه يلعب كيف ما هو حيث ما عندوش ما عندوش أدوات بايش يدير ديالي بخصونا شخصية ما عندوش تكون الأكاديمي يوسف جون دي فريد راقي هشامل إبراهيمي الناس اللي بتكون أكاديمي بوشرة أهريش الناس اللي عندو عامرين كتجيب له ديالي هاد دور كي حيث وديلك هاد دور حيث عندو أدوات الاشتغال حيث هازهم معه اللي بتي يدور معك الأخر كتجيبو كي يلعب لك نفس البرسوناج نفس قوصتوم نفس الضحيكة نفس إلا كنك يدير شي ضحيكة في اليوتيوب كتجيبو يديرها لك نقدروا الظرف ديالك الوليدات اللي تخرجوا خليونا نحلموا ما تسدوش علينا الحلم خليونا الواحد يقول بغي نكون ممثيل ما نكونش يوتيوبر حيث هذك اليوتيوب عالم آخر عندو ناس دياله خليو التمثيل حاول يكون بعيد مرة مرة يلاخدين منهم ناس ولا استعنام ناس رمشي عيب مي ولي العمل كله كيهزوه الناس يمكن نسميوه مشي عمل تليفزيوني نسميوه عمل يوتيوبي ولا نعم نسميوه عمل مغير عمل تليفزيوني والسينما وضايقو ما كينيش بزاف السينما لانا السينما تقيله وما كينيش في المصرح حيث المصرح كيخصو تكون لذلك مشي نغل تليفزيون او لا تسمي عبد تليفزيوني كذلك شوف جيتين ملخ آخر كلام آخر سؤال فتشيق هذا وفبلا ميكاب شنوه الحلم لماذا ما حققتهش حلم حياتك اللعنم شي حاجة لك تقول حلمي غير محدود حلمي وانا اغنفشك بهذا الاجابة لانك حتبت سي رشيد فعليك تسد عليك والله لا عندي حلمي غير محدود لان انا من ناس اللي كان نعيش كان نعيش في الحياة كأنني نعيش أبدا وكل نفس الوقت كان نعيش كأنني سأموت وكل نفس الوقت كان نعيش نهاري بنهاري عندي 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 كتب كومي تخهاج مسرحية عندي أعمال عندي أعمال وطائقية عندي تقول لي من هنا ديزون نقول لك نشتغل من هنا ديزون ما نحبش الشاك ما نعطيك عامة عندي موجد حيث لوقيت يمكن كنكوش خدام كنكتب وكنقلب وكان تفعل مركز سينيما المغرب كان تفعل خدام وكان تكون خدام أعمال سيسا تقدم ولداتي عمرهم يحسوا أنني ما خدام راه باباك سد عليه كيكتب بشوية باباك راكية باباك راكي يصور شي حاجة ديما حاسين بني أن الخدمة ماشي غير الزنق في الدار وكيبقى ذاك لها وذلك الاحتيار ممتراش نحلم نحلم ماشي ماشي حلم شخصي الضومين دينا والبلادي نحلم على أن هذا الميدان حيث نعرف لماش دينا البلاد راه والفن ديالها راكين بولدان لينضطرات را بقى غير فن ديالها مكان هدروع الفن الإغريقي وعلى المصرح الروماني را بقى غير فن ديالها ونحلم على أن مبقاش عدنا الفن دياليا أنا حلم فيدي نعيش في نهاري ونحق في نهاري وهذا ما قلت نتمنى الله سبحانه لو ما نكون أنا في هذه الحياة يعيش أولادي ويا ريت حلم زوين حلم وبلدنا تستحق تعيش هذا الحلم لأن سي رشيد نحن كنا نذهب على الدراما التوركية را عرفو الناس دبا شكونا بلدان رائدة سياحيا بدأو الدراما ديالهم تسويق الصورة ديالهم باش نعرف المصريين من المسلسلة ديالهم باش نعمرنا شفنا أفلام إيرانيين عرفنا النمط العيش ديال الإيراني كيف عيش كيف 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 تطريقة ديالتفكير وصي التقافة ديالهم ومعيش ديالهم واناك نغمض نصدلك ودنيك ونشوف فيلم إيراني نعرف القوة ديالهم نخدمون ديالهم شنو بغينا مدراما ديالنا ماشي وقت ثالث ماشي غي تفه ماشي قولها وضحك عليها يمكن لنا تكون عندنا واحد الحيز منها ودوث فردان ولكن قولوا هاش بغينا منها أرى الإنتاج ديالنا ولو عدنا مخرج زوين ممتل زوين ولو تسيناري تطورو هاشي نستغلوها حرام أن تونسي عموري ما شاف موسيسة المغربي ولا جزائري ولا موسيسة الحرام رخصنا وصل واحد لوقت نسوق الصورة ديالنا راحنا ما كان عارفوش نسوق الصور رايمكن نهضر لك على السينما المصرية أنا كنت كانت نصور في اليوتيوب وحد خمسة دقيق سميتها كانوا معنا وباقين معنا وغيكونوا معنا واحد سلسلة كنت ندير خمسة دقيق على الناس المبديعين اللي كانوا معنا وما كان عارفوهم وبديتها بعرب السينما المغربية محمد عصفور الله يرحمه ومشيت مع رقاب الله يرحمه كنت كنت نوجدها ما كان دخول الارشيف كان دخول يوتيوب ولا كان دخول جوجل وقلق 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 نلا دات نلا أعمال طريت أنني في كل حلقة كان عيط ليونس رقاب لنقر محمد رقاب الله يرحمه لنقر لنقر عيط نجا تصقلي لنقر لماذا لم يكن لنقر المراجعية سينما 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 رجان طانجا رأينا في حسن سقلي الله يرحمه وحماد يعمر الله يرحمه لعبوه في حي العكاري في 1948 وانا نرى الحومان وإنه يقول واو سينما يطر إلى لنقر وإنه يقول واو ما كانت حومتي ما كانت رباط حيث المعالم المدن تطور وإنسان تطور وموبيلات وكل تطور نجعل شيئا في بل نجعل شيئا ونجعل أولادنا يفتخر من تاريخ إلا لم يكن كتوب يكون لدينا الأقل المرأي يكون لدينا الأرشيف وبلدنا إلا الأرشيف سيكون أرشيف تقيل سيغتو في هذه العابة التي كان وكنا موثقين القفطان وموثقين لا القفطان بالزرد نغم تصارعوا مع الجهالة ونقشوا معهم وش ناس الغيوان مغربيا أنا في قناة يقولون ناس الغيوان نسيبوهم البلد لا نحن نكون قوة إعلاميا نكون تليفزيون وسينما في قمة الكورونا شكو اللي يعاش شكو اللي يعاش شكو اللي يعاش شكو اللي يعز الاقتصاد هي الدراما الدراما ركا تدخل البلاد الناس عندهم سحاب ووقت جاليس رأى مسلسلات كان هدرولار 40 مسلسل فرنطان كيتماء عاتيش حال كيدخل البلاد طبعا وكتفي لها القناة والقناة والقناة ميصر عندهم سياحة واللبنانيين والجزائريين وطوانسا والليبيين ميصر عندهم سياحة وعندهم الفن رأى الفن هو اللي الاقتصاد ديال البلاد على ما نوصلوش حنال المرحب نقولو الفن يخصو يكون صناعة يخصو يدخل عندنا ويدخل البلاد العملة الصاحبة ويشوفو العالم والإنسان المغربي الإنسان ما نعرفوش من تقلب على المغربي ما تاخدوش المعيار وروتيني اليومي حيث لدخلت تندس غيبه لك روتيني غيبه لك لا هال رامي عمرنا مش نار الطاليان ولكن نعرفو الشيئك وكان عرفو البرسوناج اللي عيش في الطاليان وكان عرفو الطورة اللي كانت والأكل ديالون أتخافي أتخافي الفن نآمن بالفن هو صورة هو لماجز ديال البلاد وخصنا نسوقها الرسالة وضحة وبلا ميكاب شكرا لك بزافي جمال ولي هل نجو معك الفقرة المولية أنا وزمان دائما في آخر كلام على شهر سيبي ونجو الفقرة المولية مجاهدين أنا وزمان دائما مع هشام الولي كيف تلو معك هشام لحد الآن ومي مطيحني كام حيث أنا الزمان تبلي بحل احنا واحد الرينج هو كيدر وانا قل قاتل انت وزمان مي ما شكولي غالب الساعة هل تحس فرصك مغلوبة متطلبات الحياة كثيرة وفرص الشغر ماشي كثيرة وكل شي تزد وعندك واحد لما تحفظ عليها وتلبس مزيان وتصفر مزيان وتعاون تنتخذ تعاون كنت جهد نفسك على هذه الحويجات لذلك نحس راسي غير هو أنا شكرا أنا شد هو يضرب ونضرب أنت أماذا كان زمان قاس معك أماذا كانت خذتك أنه زمان قاس معك بثاف زمان كي يكون قاس معك ما كي يوصل للشهر قل خلاص متبوع بالمبرصة تبا للوليدات وفي نسوق لديك واحد الصمعة واحد القيمة اعتبارية لا تسمح لك أنك جيك واحد رسالة من اللي يقول لهم ويقول لك سيشام راك تعطل فيها لخلاص زمان كي يكون قصحك مما كتفتغل شواحد لمدة كبيرة وكي مرض لك واحد في الوليدات وكي تطلب منك ما عندك خيار أنه ولا بنتك خصد تدوى في واحد كونديسيون اللي ما معقولين والدواء كي يكون غالي زمان كي قصحك مكتفل العطلة وكي تخرج ليداتك وكتكون ديجا أن العام فتطلعت النبو حيث وحد لوقيتك تصناهم يكبرون بشي ولي عنه فهم جيد الوضعية ديالك كفنان والوضعية ديالك المادية لأنه يمكن تكون دابارك عندك واحد أرياحية واحد العام وليعامين كيفاش يعيش ويتعايش مع هالتناقود اللي كتعيش وانتك فنان حتى هم يدخلوا معك فهذه المنظومة اللي كتعيش ويتفهم وعش للخدمات الأفضل تماما تماما شكو اللي كان حاضر معك في شي حاجة اللي كنت كتقول هذا اللعلم وآخر واحد غدي نتسنا أنه يكون معاي ووالوغ بعض المرات وهذه أنا شخصيا عشتها بعض المرات كتكون وقفة بكارويدة كيف ما كان قولو وكي سفتلك ربي ملك في صفة إنسان ما كتعرفه وما كيعرفك وكي سهل عليك ولا كيعاونك وحش شويش في هذيك في هذيك الكاريتة اللي انت كتعيش شكون شكون في الأشخاص اللي ما كنتش معقول عليه ولكي لقيت حاضر في حياتك إي شاب وإلى هدرت على أخوتي وعلى رشيد هذا هذا طبيعي هذا طبيعي لأنه حيث أنا ما كانش كيش وما كان عاودش وكاتوم إلى حد ما تصورش يمكن تكون فيتالعظم ولكن ما ما تعرفش يمكن نضحك لك وإنسان درسة ديالي سبعني وتمعارش عندي واحد لوجيس قدرت واحد صديقة اللي هي صديقة ابتسة مشكور صحفية معروفة إحنا ديزامي بخوش وواحنا نرمع في الطموبيل وغيك تهضر وصلنا إلى دار ديالي وقلت لها هشام حل ذاك البوطاقو حلتها قلت لها جبت واحد الأمانة قلت لها سيرت أن عرفت كين شي حاجة نهار لي تفرج عليك ونهار يسالك الله عدا هذك اللوجيا ستعم موري منسيته في حياتي ماشي بالقيمة المادية فينا محسيت واحد الإنسان ولا أحد الإنسانة حسيت بك بلا ما تشكي بالصوت بالشوفة بسكت بالنهيدة تقول واو دنيارة باقي بخير ومؤخرا في مبابي الرسائل بينتنا ديجيست كتبت لها مبابي الرسائل اللي كتبت لها شكرتني على واحد الفعل درتو وقالت لها ما تنسيش أنك من الناس اللي 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 كان شوفهم كان دنيارة باقي بخير شكون بقوند الشخص اللي كنت اللعلم معقول عليه في شفترة كتوقع بكل صراحة بدون ذكر أسماء لا بكل صراحة والله حيث ما كانت كل على أحد وراو لكن بكل صاص مع أمور قلت أنا تحت في موقف قلت ياري تكون كن وقف عند كن ناس حيث نحن تبارك الله لا فهمت كتار إلى ما كان هذا يكون هذا أغلبية كيكون هذا والأول اللي كان حط عليه بالي كيكون هو والأول وحنا احتفى عائلة لماذا نقول لك حلاش أراها العادي ولا غير عادي والغير عادي ولا أراها العادي ولا تشيلي كنقول بدون إحراج ناخد عندك السيارة ديالك ونقول لك أعطيني نضرب بادورة ومش ندير فعل بلان وعطي راح راح الطريقة اللي كانت تعاون فيها بعضياتنا كتحفظ ما الواجه اللي كنت حيث كانت تفاهمه وقدم وليداتك وقدرها ما كيسي قتشي واحد الخبار أنت بوحدك ونسي قتش وليس قتش ونسي قتش لم أعطي أجل الزر ديالناس ديالي فين بدلك الزمان فين كتحس أن الزمان بدلك لأنه كان قوله أن الزمان كي يبدل بنادم إذا فغيرت جريبة هي ديالإنسان غادي وكي يختار أو لهاده فين كتحس شو الله علم شي شي فقرة ولا شي فطرة بعضون في زمان ديالك لحسي بأن الزمان غيرك هو أغلبية حيث أما أنهضرش الحياتي العادية أما أنهضر الحياتي الاشتغال العملية من الحالة اللي بصلت لها المرحوم فاطيما رقراقي والمرحوم محمدي عمور هادي جوج الناس أنا عشت معا بزاف الناس الآخر ديالهم عرفت لأن زمان غدار وأنا مديماش أخذني نخدم صغري على كمري أخذت بزاف الخلاصات أخذت بزاف سيخت وفاطيما رقراقي سيخت وفاطيما رقراقي اللي تقريبا واحد حضافش العام اللي 12 عام وعست لاش يديالها من اللي كانت قوية وهي 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 اللي هرص فاطيما رقراقي اللي يرحمها مش العوز المادي والنقران الإهمال والخدلان والإهمال واللا مبولات وعدم الاعتراف هاتش اللي خلال النهاية ديالها تكون للأسف تكون بحلقك قامة وقيمة فنية كبيرة لو أن فاطيما رقراقي لو أن الناس قلسوا معها ولا برنامج قلس معها رصالة وجالة في جميع المسارح المغربية وفي جميع المسارح الفرنسية وتشوف صور ديالها هي كتلعب مصرحيات عالمية أرطتني واحد طابلو ديالها واحد الفنان أرسم ليها لكوستيوم اللي لعبت بين المصرحيات العالمية في الخمسينات والستينات أنا عندها صور مع المرحوم المالك المرحوم حسن التاني قلس أحده أنا عندها في الخر كنت كنت يصون على التليفون ولو بالغالط وعرفت هو أن أقول هذا الأول مرة النهار لي درت واحد وفي هذا الفيديو جاء الوزير الأول سيد من كيران هو وزير التقافة والالتصال سيد مصطفى الخلف يجو عندها للدار وقلسوا معها وشربوا مع أتي ومشات ومشات الأحلام اللي حلمت بهم وهو ما عندها أحلام أن الوضعية ديالها الاجتماعية والمادية والصحية تحسن كأنهم ما دازوش عارش لأن ركيزة يمتكين عليها خاوية ما تكلوش على واحد دولة التي لا تتعرف بالفن والفنانين هي مسألة سياسة هيشان طبية الحال سياسة دولة سياسة دولة دبعا أعطيك أصي راشيد عمرك شتيم سؤول ولا وزير ولا مدير في المصرح ولا في السينيما أنا أعطيك واحد الحادث كنا في ميراجان سلا أنا كان قدم ميراجان سلا وكل الافتتاح ديال ميراجان واحد فيلم مغربي رعافي الفنان الممتل الجامي دابع القطي داروا احتفال وكرموا فنانا مصريين معروفات فنانات جاءوا ساعة ساعة وما كيقولوا الكلمات وعطاوا لتخوفي وعطاوا لكادو ولك الفنانات في المغرب أم الدنيا وبلدنا التانية ووزير القيلس جاء الفنان جاء غايت تعرض الفيلم ليودي يونسر صديقي يونسر طلع طلع رابع القطي سيغسان شكرا لكم حضرت وشرف لنا أن يكون افتتاح المهرج المرأة في المغربي الذي يهضر موضوع ويعالج مواضيع التي تعني المرأة ويتجه نيشا سعادة الوزير أرجوك معالي الوزير أرجوك أرجوك ساعة ونص نحن تابعين افتتاح احتفالية وش ممكن وش ممكن أنك تصبر واحد ساعة ونص وحد آخر تشوف في المغربي في افتتاح لانساعدة الوزير إلى نطينتا غير تبعوك الناس مردش الوزير تفضوه وينود الوزير والحاشية اللي مع كلها موذير الديوان دياله ونطوح الفوضة في القاعة وتبعوه الناس في البداية الفيلم اللي يمكن لاباز ديال اللي استوار كتبع لذيك البداية اللي يخصو يركز فيها ثم كتقول واو هذا وزير ديال اتصال وزير ديال ثقافة هان فين مغربي افتتاح ديال كتقول واو هالنظرة هناك تكلم مصطفى الخلفية طبعا تماما كتقول وليك الفضاء انه يحضر في الميراجان السينما الوطني ديال طانجا زاب الموقف كانت خاطئ الاسف هناك تقول هاكي كتشوفنا الدولة ناي زيد ناقص حاضري من أجل الاحتفالية فقط وللي بايات ولكن باش نشوفو عمل فني ونعطي ساعة ونصم الوقت ديالي ونشجع العمل الفني اللي مفتاح تحميه راجعا حنا وقت تالت حنا مضي علي الوقت حنا لا شيء والدليل على ذلك وفي الكورونا في الأزمة الكورونا في الأزمة الكورونا كانت واحد الحملة كبيرة على الفنان وكانت مغالطات وشكون اللي كان مفروض علي اصرح هذه المغالطات هي الوزارة الواصلية اللي تحميك هي وزارة التقافة بالعكس الأكثر من ذلك أن وزارة التقافة هو اللي ورّت الفنان لأنه تتربت واحد الوثيقة من الوزارة دياله لكتقول استفادت بعض الفنانين من واحد المينح وما شرحوش من دعم استثنائي وما شرحوش ما هو هذا الدعم ما هو دعم لمشاريع دفعات ما شير الفنانة رتاشي واحد ما استفاد كان عليهم أولا كيفاش تتتربت ذلك الوثيقة وحتى لتتصربات كان أرى ما شير تخرج واحد لا صحافي تقول يا عباد الله رفنا نبريئين أرى ما شير هذا ما شير دعم هذا دعم استثنائي المشاريع هذا المشروع الذي تدفع هو شركك تدفع مشروع لديل واحد الأغنية ذاك الأغنية فيها واحد خمسين دين ناس كتخدم هل يعقل عندك واحد البدرة ديال واحد لوليد نجح في العالم العربي حمزة البيض مشروع ديالو ربحه بواحد ثمانياد المليون ديال السانتي وطلع خلط الناس يقولوا هذك الوليد خدت فيها ثمانياد الأغنية هل يعقل أنه ما يخرش واحد البال غير يشرح ذاك الوليد مسكين دخله في واحد الحالة النفسانية له أو العائلة ديالو مع أن ذاك الأغنية غير أغنية وحدة فيها كاتب كلمات والمنوحين الموزع والستوديو خلطنا الناس كتنها فينا وحد المدة وحد الأسبوعين والمواقع التواصل طيحة على الفنان هذك الفنان راه هو اللي كان يونس الناس اللي كان الحظر وما كيخرجوش هذك الأعمال ديال السيدكوم ومسلسلات وأعمال سينمائية والإداعية راه يلي كت كنت فينا التلفازة باش غنحسوه راه يلي خلطنا بصح كان قاومه إلى حد إلى حد لأسف دونك زمن دوار زمن دوار أنا قلت لك الزمن زمن خسك تدير اللي قات ونتوز الزمن في يو فيك في يو فيك وشكون غير ما تتبطش يديك يكون عندك لياقين أنا أنا غنغلبو باش غنغلبو تريني مزيان ما ينفكي للك نتصبحت هنا عسل 12 تقولي ندخل لا نتريني وتكون عندي تغذية صحية ويجيب واحد كوتش يكون موراي ويجيب واحد جمهور ليش يشجعني نقدر نطح ولكنها ننض ولكنها نبقى مقاوم مقاوم شون سبغيت تبدل في الزمان هاي هاي الإنسانية اللي ولات في الزمان اللي افتقدناها باي افتقدناه هاي في الإنسان ماشي في الزمان لا كان يشوفوا زمن اللي ولفيه الإنسان ما بقاش إنسان أراز الانسان شوف هو هو لصقناها في الزمان باقي الشمش كتنوض تطلع هنا باقي باقي حنا وفي من صقناها صقناها في الزمان حيث حيث ما لديناش الجراء اللي نقوله حنا هما السبب حنا هما السبب الحيث ديالي اللي في العكاري راه باقي 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 البناية باقي المرش باقي الجطية علش كتحسب يتغير حنا اللي غيرناه الإنسانية ديالنا اللي غيرناه حنا كنا في واحد الحومة فيها ستوثل عمارة في ستوثلاتي راه كنتي كتبات عند هذا وتأخذ من عنده وتتغدى عند هذا وهذا كالجار بحل أبو كالاحتيرام هذك الإنسانية فقدناها واللينا كنعيش اللا إنسانية واللينا كنعيش الأنانية محل إنسانية الأسل والأسف ولو وسائل التواصل الاجتماعي وتبعدنا وللالبرطابل حدانا مبقيناش كانتواصلو نتحدى أي وحد يقول لي وشك جو كي عيط العائل وعمو خالو فاشما كانوش كانو ديلاتخ كانو رسائل كانو بكارت بوسطال فرس العام كنا كانتواصلو كان عرفوش دبا ولو وسائل تواصل وبتعدنا حيث القوة دينا كمجتمع إحنا واحد المجتمع كان مجتمع خرج من الاستعمار مجتمع فاتي يلا كينهض القوة دينا ما كانتو الاقتصاد يلا كين يبني رسول يلا أحزب كتكون يلا الاقتصاد يلا البلد ولكن كانو مجتمع متأذر عمر ما كانو نحسو بالفقر حيث ما كنوش فقارة حيث كان ججار يعاون ججار والأخ يعاون الخالة هي الأم والعمة هي الأم والعم هو الأب عمرنا نقولنا كان نفاصم ونقولنا في بيت واحد وكل واحد نقولنا من هذا اللي ما ونقولنا شكناك لأكل واحد هنا ولا البخوبليم هذك الباركة اللي كن هضروع لها قلنا غرباء في بيوتنا غرباء في بيوتنا عندك ولدك وكيف أشأكوح نار كتقولوا تيان أنت كتفكر هكا كيف أنت تيان كتفكر هكا خير نهار لنقاب صاحب المغربي القوة ديال 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 إنسان المغربي هو في شوف غيف أشف لكيب ناسيونال ميكتربح شو كي كان حسو بدك اللحمة حيث علاش على الأقل شي حاجة كتوحدنا للأسف والله تكور القدم الوحيدة ليكتو مش حالادي كانوا كيوحدونا بزاب كان رمضان كيوحدنا كانت شمرح تسفوف من رأس الزنقة كانت القنازة القنازة كانت وحدنا أنا كنت في واحد الإقامة وصلت 11 دليل عشر ونص حداش وجيت ويدق علي واحد السيدة سي هشام واش ممكن تهبط قلت لها شنو قلت لي الوليد ديالي مات ودرت واحد الخزانة ودرت عشرات طوابل وكانت طبلة وحدها ديال طلبة وحد طبلة فاسة دنا قلت لي ما جيت وحد قلت لي درت القرآن وما جيت وحد هبطت أنا كان نطق على ديور ونقولون أرى جارنا ما تحشون وما حضروش عشرات طوابل وحد عشرات طلبة وحد ستادي ما بقى التعزي ما بقى المواساة قصة حق لبنا ما بقاش لين نهار 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 اللي كيتحيدو من هذا الحويش كيتحيد منه الإنسان يمكنش كان فكر واللينا كانت تلددو بالعذاب من كان شوفو الأخر باليد ولينا كان شوفو فيديو في اليوتيوب ديال واحد باليد كانت تحكو كانت تلددو كانت تلقى صحفية كانت تسولوا واحد سؤال باليد وهو نايف كي يجاوبها جاوب أبلد من السؤال وحنا كانت نشوفو ولينا كانت تحكو لين سيبقى فينا راسنا حيث هذا كمغريبي كي عكسنا إلا كان دكي ولا كان واصل ولا كان متقف ولا كان نابغة كي عكسنا كيف ممكن للمهدي المنجرة كانت نفتاخر نقوله للمهدي المنجرة ولا كانت إكس و إيقراج وموروتوني اليومي هم لا يكي مثلونا خصنا شوف خصنا الإنسان رجل الإنسان نحبك وتحبني هذا يمشي كلام ديال إنشاء هذا خلقات الحياة هذا لماذا الحياة سنو أنا أقوله بحرف غابة كل واحد هسي يتكتني غير غير زهماء ما بقاش سيوفة ولات الكلافي هذا شيء يكي للأسف ولات الكلافي حرب رقمية آخر سؤال فات الشيق يشمل ولي شنو تريد أن تقول الزمان الليلة باش ما كوش متناقض أنا أخطط الزمان قاوز باش أريد أن نقول الإنسان عافك رحت الحيوان عنده رأفة حتى الحيوان كيرقف بالحيوان طبعا وحتى الحيوان كيرقف بالإنسان ويا ما فيديوات شفنا أنا أنا واحد الكلب كي ينبش في القبر دي المولى بحبا فيه باركة باركة من شوف بعضيتنا خلاوح صديق ولينا كنشوفه الوفاء الحيوانات وما كنشان الإنسان كتر من الإنسان علاش كترك طلاق وعلاش الخوت هاد شي مكي يبناش غريب عاد ولينا كنشوف الخوت كي يتدازل ولينا الأوصول الأوصول وصلنا الهكا وصلنا النخوات يلي خلي من علمي كان نظر للإنسان طيب فيها الكرامة وفيها النخوة وفيها الجود وفيها بزيب الحويش علمي كان نقول إنسان راهنا كتوصن ذلك الصورة اللي كيصور مرتوف بيت نعاس وكيقولها روتيني ورجلها لكيصور هناك نصول ذلك الأم اللي كتصور بنتها كهذا وكتتحدث كتقول لك إلا ما عاونتوني وما عطيتوني أنا مستعد نتعر راهناك نصور هادك الأخ اللي إجراء على خطوف نصاصة الليل وفتوفت كورونا وعلى مو هذا خلينا رجعو الإنسان تفكوك اجتماعي والإنسان شنو ودرنا زمان وزمان كيبقى فقط وحدة قياسية ودرنا روصنا والله الغادم إلا إلا ودرنا ليتلافيش دلارت عندك واحد عندك واحد خوك شوف شحال هذين خاص معاه وقسين بالله تستخفون تقول لي أخويا كي ديرا والله تيبرد عندك ممك معا مشكلة عندك ولد عمك عندك جارك عندك هذا خصنا شوية تنازلات كنو إنسانيين مع بعضنا خلينا خلينا نمتبزين لماذا تخلينا نحن بعضياتنا خلينا نشوف ترجم مع زمان جو سمو اه نحن نمتبزين مع زمان كيزين لكو حد آخر أنا كتقول أنا كنصرع هذك اليوميات ديالي بحويش ديالها والخيبة ديالكي كنصرع كيشي واحد حيث زمان شنو زمان علش علش ما كيسضمكش حيث هو قدامك هذك الإنسان اللي موراك اللي كيغفلك هذك الدربة الخايبة هذك اللي كتجيك على غفلو كيبقى فيك الحال أما الزمان يعطيني نعطيها ما نخافش منه ماحنا في هذه الحياة إلا نتصارعه كون أو لا تكون تصابل قفل سياس ويبنادي كون أو لا تكون هدي نكمله دائما وطهي الحرف آخر كلام الفقرة الموالية لو من بعد الفاصل حلقتنا حلقة خاصة اليوم طيب الحال دائما معنا يشام الوالي مرحبا بك معايا ونورتي سيديو أتشادا تيفي غديمشو معكم الفقرة الموالية لو يشام الوالي أول سؤال فهذا الفقرة هذه لو ما كنتيش ممثل لو ما كنتيش فنان شنو كنتي تكون نكون صاحفي وصاحفي تل هنا ما في صور ديالي كنت كنحضر للقناة الصغيرة والعالم الصغير كنت يتصور في ستوديو لبريهي وممكن كنعجمني الكاميرامان كانوا لي كاميرا كبار كعجمني الكاسف كعجمني واحد ذاك البوفوار اللي كيكون عنده ذاك الصورة اللي بغو كيف ما بغو كتش ما بغو وفي سيغتو كنت موعجب واحد الكاميرامان كنت كنحضر لك كنحضر لك كنحضر لك كنحضر لك الحاج حاجة ما قلتش عليه ما كيكون استوديو هنا ولا حاجة غير كاميرامان الكاميرامان وكنت كنت قلت في ريحة ننكبر وندير ذاك الكاسف وعندي وميكرون بضان هذا رمال موخد ذاك سامك لا أعرف أنه كنت نقول يا صاحفي يا كاميرامان كاميرامان أوكي أعمال الاشتنواري بلون وبصح هو كي عكس الحياة المفهوم ذي الحياة مكنون الحياة الحياة عبارة عن بداية ونهاية يا تورا كيف ستكون بدايتك ويا تورا كيف ولك أن تقرر نهاية سعيدة أو نهاية عيسا هل نحن نقرر نحن ميسرون فيما خيره الله الله أعطاك خيار انتلك انتلك تختار أعطيك خيارات ونتختار عندك هالطريق هالطريق هالشكدي وهالطريق هالشكدي وهالطريق هالشكدي وهالقيادة ممكن لك تختار وتقولي المكتاب نحن نفهم المكتاب وفهم وحد آخر نحن مخيرون فيما يصره الله خير لو كنت نوع من الأنواع السينمائية كنا كيف ستكون دراما أفلام الخيال أو كوميديا سنكون نوع آخر الوثائقي الوثائقي فيه الصدق فيه 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 الآن الوثائقي شي حاجة ما فيش زيف ما فيش ما فيش كوبي كتقول أكسيون وتخلي البرسوناج ديالك يخضر يكون على طبيعته كيف ما هو وما يحتاج تدلو ماكياش وما يحتاج تدلو كوستيوم وما يحتاج حيث هو سيناريو في حد ذاته وانا كانت عندي تجربة من صورة واحد الوثائقي حاليمون مخرجون بدون هووية صورة القناة الجزيرة والحمد لله وصورة البرسوناج ديالي كنت قريب ليهم وصعيب على أن الدراما والكوميديا والسيونس فكسيون يعطيك ذك ذك الإحساس أنت كمخريش وانت قريب البرسوناج وانت بحال بحال لك تلعب بهم كان بكيهم وقت ما بغيت كان ضحكهم وقت ما بغيت كان إحساس زوين وصادق أو صادق لذلك أنا قصت الوثائقي ولذلك نتمنى تجربة أخرى تكون عندي في الأعمال الوثائقي إن شاء الله إن شاء الله لو كنت مادة دراسية هل تكتلتها كذلك الرياضيات العلوم أي أو التاريخ تاريخ على ش تاريخ التاريخ لأنه كان عندي واحد الهم وعندي واحد الغوصة لأن الأسف لا ننظر على تاريخنا تاريخنا غني نحن نحن كان أدى التعمل على أننا فرطنا في تاريخنا في تاريخنا لو كنت تفرط في تاريخ تفرط في الهوية ناجحة كان بلدان لما يقدرون لا يقدرون إسمهم لهم ربطانا الإسم يحيلون إلى الإرهاب إلى التخلف وإلى وإلى بلاد عندما نريد يوجد عن التاريخ وهو قرر لنقرر لأننا نحن ونجزل تتحر لأننا لديا تاريخ لنظر عندما نرى لنظر لأننا والحضارة سيكون حافظ وملا لنظر حسن لا تحسن وملا لا تحسن ما يحس بها حيث أنه ضربات وكان مشي له وكان زيني ما أتعرف العظمة ديال هاد البلد اللي إحنا فيه لو كنتي راشيد الوالي شنو تقول لي هشام الوالي نقول له أصي يشافش قد كش حالاتي سير دير شي حاجة وحد أخرى علاش ما بيتيش كان كلا عليك راشيد قال لي صعيب هشام صعيب هشام سير صحيت سير تو أنا كنت قبل ما ندوز لكونكورن المحترف كنت يلا دفعت البحرية كنت بغي نكون مغاما هذا الطلب ديال الواليدة ديالي والحلم ديال أبي ديالي لأن الأبي ديالي كان بغي شي واحد في ولاده يكون ميليتر يكون عسكري يخرج بحاله لأنه مسكين بتفكير البسيط دياله يقول على الأقل إلا مرض يلقى في الدواء على الأقل عنده خلصة شهرية على الأقل عنده وضعية مرسم مرسم مع الدولة لذلك الواليدة ديالي شفت لي معه السيد وجمعت الوريقات وغاندفع واحد لقيتها جال كونكور هشام صعيب ولا مسهلة عندك يتسحب لك قلت وراشيد لك سعراشيد باقي باقي 94 باقي ما معروش بزفت يعرفون الناس ولكن باقي ساكن معنا في الضار باقي عنده واحد موبيلات كبيرة يعني ما ديالة بحالنا 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 وقنا ومتطلبات ديالة كتر من لدي قلت لك قلت لك نشوف كل شي احدا عيني غاندي رفيد الله ما نخسرتها حاجة كنت باقي صغير قلت لك قلت لك لك راشيد راشيد قالها لي وغيقولها لأولاده وانا نقولها لأولادي تانا نقولها لأولادي لا انا مبغيش لأولادي تأثر على أولادك مثلا تمنعهم مثلا لو ما يمشوش الميدة الفنيك ولكن تنبههم طبعا حالا طبعا حالا قلت لك حنا محتاجي للحرية وبشكل إبداع وانا نكون قلت لأولادي قلت لأولادك ولكن تحتو جهاد ديلي أنا دائما كي لبسطنا ديلي معهم لو كنتي نبتا فانا باتكين بزاف ديالحويج أنا دكت لديل الاختيارات ووردة أو لشجرة أو لنخلة نخلة أنا كان بغيت الصمود كان هدراع للتاريخ كان بغي على العلو عفتي من الحويج اللي خلوني أنا أنا نكمل حيث كنت كنت نقلب على العلو كان بغادي ما نشامخ صغري كنت قريت واحد الكتاب اسميته فان للارتقاء وبما معناه أن ذاك الانتقادات الفارغة باش تعلو كان حطاها تحت رجلي 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 وأنا نسمو أنا بغي نشوف القيمة سياسة حياة جميلة هذه والله والله بكل صدق بكل صدق عمري انتقادات مهرساتني حطاها تحت رجلي ونطلع لو كنتي أكسسوار من الأن أكسسوار مادة من المواد كي نصنعوا الصورة أو كي نصنعوا السينيما ماذا ستكون؟ كاميرا؟ الإضاءة؟ أو الصوت؟ كنظر الصورة حيث الصورة تتعبر على كل شيء لذلك كاميرا أرجعوا أكسسوار لأن الشغلي شابلا لم يكن يخضر ولم يكن ألوان ولكن كنت يضحك العالم كنت يدخل البجار العالم ولو أكثر من ذلك بقى في التاريخ نتمنى أن نكون هنا إن شاء الله نتمنى وعلي كنتك لو كنتي كلمة هي جامل وعلي كلمة واحدة نقولها عندي سمح لي أعرف يا جوج سمح لي سمح لي وليس سمح لماذا؟ نحن كنا نعيش لها جوغنيدية لو كنا نعسم والله أخويا رفيد إلا ما سمحتيش وتسامحتي إلا حضيتك مخدى ونعزتي سيبغي أنا كنا نظروا السعادة اختيار والله والله وتقلس وتقول سمح لي يا اللي اطلمتك ونطلب وأنا كنسامح لي اللي دلمني والله لا ارتاحيتي لو رجعوا بك لور عن دلات سؤال هذا وحش شويش لأنه بعد المرات كانت اخوه فاديك الأجويفة ديلا من بدلت شي شي حاجة لو رجع بك اللور لا في حياتي نزيد نقرأ بلوس ما كنتش نحبس بالباك داكو كنت واخر كانك فرطي لا فرط المسألة ديال الحمد لله أليان باكاج محترم كان نقلس مع الناس كان نقرأ ولكن المستوى التقافي بعيد على المستوى الدراسي الدراسة يكون عندك عم كتر ونحتى نكون نموذج لوليداتي نبغي أن يكون أبدا عنده الدكتورة نبغي نقول الدكتور هشام الفنان نبغي هات الصيفة ماشي غير غير معناويا تكون كاين نبغي ندمت علاش أنني ذاك الساعة حالي درو بزاف الناس مورة ربع سنين ممشي أشغل الضومين مميك تقول صافي أنا فنان ذاك الساعة ما كانش عندي لفنان خصو يكون قاري كتكون عندك مصداقية وحتى اللي قلتيها تحساب لك وكتكون عندها الواقع ماشي بحل كتكون دكتورة سيدرا فاهم قاري صوارو لو رجعوا بك اللور أشياء الحاجة اللي ما عمرك تبدله تشوف الفيلم كامل تقول لي ولو قاعد تكون خيبة تقول لي هادي بالضبط من حيدا نية نية لدرجات البلادة هلاك تديرها بيا وتجيون وتعود ديرها بيا وتعود ثيقك وتعود ديرها بيا وش هي بلادة 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 حيث ميك تتعود تكرر وتكرر 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 تقول لي بلادة وكل صدق كنكون باليد بزاف الأحيان والأكثر من ذلك إلا كانت ساداجية لما كنتيش عارف ميك تكون عارف وعارفها تجيك وكتنتمادة فيها كيكون على أساس هذا الاخر ربما 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 سيتفاد ربما يتغير ربما ربما تجيك كتر من اللولة تصل للبلادة شكرا شكرا عفوا للإختك سوف ينشي معك الفقرة المولية كنتعرفها بطايد حل وكتعرف البرنامج ساعدة المحريج في آخر كلام وعلى شهدان سيفي ساعدة المحريج مساء النور رسك واحد دراسة أكدت بالليل ما كيبرزتش الناس كيقول لي بولوص اللي طولنا في العمراء معاك أنت أصاب فيه تفضل نعم أسمعك الفنان إيشام الواري أعطينا ماشي قوليك السؤال الأول أنا قوليك الدوسة الأول فأنت أتباك لعليك تجيب دواسة شي الله الوالي إيشام الوالي مرحبا أنت أخوك راشيد بناتكم واحد العلاقة واطئة هذا بزاف لدرجة أنك ما يمكنك ترفض ليسي طالب أو تقلقه وكتفشش أخوك الكبير رغم أنك أنت هو الصغير هاتي كاي كاي نعم هاتي فشوش المعاملة الخاصة مع أخوك الكبير راشيد الوالي مجاتش من فراغ وإنما جاش من واحد المحنة عاشها راشيد في صغره مرحبا حيث أنه تصاب بمرض نادر في صغره حرمه من طفولته تقريبا مرحبا أخو الله يدوز واحد المدة تلتاشر عام تقريبا معظمها محبوس في حجرة بالمستشفى ووصلت لحالة دياله أنه تصاب بالشلل وما بقى سكي تحرك في واحد الوقت وتيخلك متعاطف مع أخوك الكبير راشيد إلى يومنا هذا وكتحاول تعوضوا على طفولتهم مع أشياء تقريبا إلى حد دين كبير هو ماشي أنا أخوتي كلهم حتى الوالدين باقي ماشي حيث هو نجم ولا حيث معروف حيث هو أخاك الكبير مبعد خطنا فاطيم الله يرحمها كان ملعبش في الطفولة ديالو كنتي كتشوف واحد خوك دائما في الفراش محروم بزاف دلحويش ديما في السبيطار يقضي ذلك الشي اللي يقضي في السبيطار كتر من اللي يقضي مع أخوته ومع وليديه كان عنده تأخر في الدراسة تأخر في النمو ديالو وبدأ ذلك تعاطف خوصا خوصا أن الأطباء تنبقلوا أنهم غير توفى قريب وحتى لما توفى أعطوا الوالد واحد سن معين وذلك السن معين كان هو لحد الأقصى أنه يعيشوه وعائلتي عاشت مع ذلك لحد الأقصى كتحاول مأم كان تعوض له كتحاول مأم كان يعيشوه بقى نظر تلك التلتاشة لا يوجد أم ديالو الوالد ديالي يحاولون مأم كان يعيشوه مع أكثر وقت ممكن ويطيقوا العاطف أكثر ممكن ومنحوه الحويج أكثر ممكن وكان مدللا أكثر ممكن وعندما تقضي الله ربي سبحانه وتعالى وكان إنسان ناجح وفنان ناجح وقدوة وحنا بقاعدنا ذاك الفشوش باقي أختي في الدار شارياله شارياله للبرد دياله اللي كي عجبوه وأنا والله القاسم وربلي شاهد عليا فاشتسكنت في الدار مارتي مشات سراتي واحد السوينية واحد البرد وجوش كويسان وفراحتنا قطيلا ماشيلي كاد إنه ليجي عدنا راشيد أنا أعطيتك غير نموذج صغير يعني يبقى عندنا ذاك تعاطف مع راشيد وهو حنين الدرجة أنه سريع باشي سنسيبلي بزاف كيتعامل بالعاطفة بزاف وكيتأطر بزاف وكان خافوا عليه بزاف لذلك دائما يكون مصافر حنا معا في التليفون كان مرض هو ذاك المرض الخيب كان خافوا عليه واحد درجة لأن الله يطولي في عمرو وخلي الوليداته وخلي الوليدي وخلي المغاربة كلهم وخلي المغاربة كلهم يشام لوالي أعتقد أنه شكرا أو مازال؟ لا، لم أقلت له حيث لم أعرفت الحياة في التاتو هذا الجواد أنا أتبع في التوصيل أنا أتبع في التوصيل كتابي؟ نعم، وكتابي مستخدمة المحزن للمحزن الخامس كتابي الشفاوي يعتقد أنه مناس سؤال تفاهم وقنتي لك في الاخر وقال لي تعتضر وتخرج وتخلق. وقال لي لا نعتضر، لا نعتضر، فأنت بشيء. وقال لي، وقال لي، وقال لي. وقال لي، وقال لي، وقل لي 10-15 يوم. لم يكن لم يكن موافقين لأنه سنوات خدمة وعطوا الفيكس كاشف البوغطابل 96 وعطوا ويجاوب الواليد ويجاوبه 600 وجوات كان مكلف من هذه الأسرة في مصرح معنى الخاميس الله يتكره بالخير ويقول له دار هشام نوالي هذه قال له قال له قال له قال له يلتحق بالمحترف قال له تقريباً قال له إذا لم يكن يدخل صاحب لاليس داتون جيت أنا ويقول لي الواليد قال له ما دوستي؟ ما عدده مصرح قال له أنا حشمان ويقول لي قال له لا 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 ما طعف الخير فين كاين لولا هذك جاواد لم يكن نصيق الخبار لأنه لم يكن لأبورطاب وكان ممكن كون راني مشدرت شي حاجة أخرى بعيدة كل البحث لذلك جاواد لأسف ما بقيتش عاقلي على كنية من بعض الله سبحانه وتعالى أراك للك الفضل إذا كانت شي حاجة أراك لك الفضل شكراً تقفت اعتراف جميلة جداً كون ما كانت جاواد كون راك نتدابة في بعض في وسط البحر أه أه ولكن أنا أشوف ما تعرفش ما تعرفش ندير لأن نقدر نكون حتى أصبح ندير دي جي وممكن ندرت مهنة أخرى فهذاك لوقيتها كون 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 تكن سربي في العرسات وفي الرسطورات كان ممكن لمصار ديالي نكون وندير حاجة أخرى يعني يكون مزاف يعني هذه المكالمات هذه غيرات المعصار ديال حياتي لغت لي لقيتيني معا 18 صباح وقف قبل ما يدخلوه ما بنصاعة طعاً أنا كنا معا سعودة أنا بقوة ماكت من عزت 18 صباح كنت معا تفضلنا عمس ماذا جامل والي واش عمرك حسيتي بالشمتة بسبب التألق ديالك في الفن بسي المحرج والله ما فهمت السؤال مزيد أنا سولتك حينت قالولي يابلي مخرج أجنيحة من كثيرة بغي يقدر تألق ديالك في التصوير ودار واحد حفلة عاشر أو غداء على شرافة آآ ووي ولكن من يمشيتي المكان الحفلة حبسوك في الباب آآ وما خلوكش تدخل ووي تماماً والسبب هو اللباس ديالك لا هي ما أطراتش علي بالعكس والله إلا خديتها أشوف رأيها كيف ما قد لك رأي كيف مساء هذا اختيار حتى الأشياء كيف نتقبلوها رحنا اللي يمكننا نصغروا منها ولا نكبروا منها كنا نصوروا الأجنحة المكسرة هذا في 2004 وأنا كنت دير دور الشمكار عايش في الزنقاء ويبيع الضيطاء كنا نصوروا في الميناء المحمدية وكنت بوحدة كممثلة وكنت تشتاو وكنت في اللقطة يخصوا واحد واحد الشمكار كيبغي يضربني كان أخويبي وكان يطح في الماء وكان حييت الحوايج وكان تلاح وكان جفدو هذا اللقطة تعكست شي عشرة إلى خمستاشر عشرة كل محورة وكان تلاحيط ميزا كان المنتج لطيف الحلول ما يعتقد حسنا بعض البرمية التي وضعتها. عندما سوف نخسر ايضاً على الرئيس لأمرأة المنظمة. ويقول إليهم هذا المنظمة أ vardاقي كسب صوصةها. السابت بأن المنظمة سيقف عنها. تجميلها حيث لديهم كسب صورها. ومع انتظروا想 التغلى. وعندما تتغذرهم. وعندما بأنه من خدمتك مصرحين في هذه الحالة ما كنت تقرأت ساعة الأمن في ذلك. فأنت مرحبني. عميّا أمن كنت تحبني؟ بها. لا أستطيع صرفين لكي تلمين وقالت بفتر ميت فقط كنت أعتقد أنها قالت لي ودخل بعك لقد أرى أن يأكل من جميلة ويمكننا يأكل من تأكد الكروفات والكالامار ويقع أحضب حتى نضع من الجوع وبقد أضعني أنه قيل إقرارهم 5 أمور ومشيت لهم لقد أردت لهم بـ 5 أمور ومع ذلك السعر مع الكوستيوم وقد ريحت معهم وما تدربهم مع راسهم كلوفيت والكالامار والطايلة وانا نضرب مع الشعب مع ولد الشعب هذا التفاهم لي بعض المرات يوقع في الناس اللي وقعت لك وقعت للناس اللي اللي لابسين بلهين دام ديال ومقادين وهذا ولكن ما تتعرف عليهم لانو الله علموش كيف ما قولنا لانو الله علموش ما ما عرفوش او لا جاء اجنابي ما مولفش عليها كيف تدرس من الحداث خيبة هدي ديال خيبة وماشي تاني معاوضة وطرات ليه فيستيفال دمركش مانتما بقيش كامشي فيستيفال دمركش كان داخلنا ومدام انا وزوجة ديالي داخلين دسالينا وصلنا ووجده السيد اللي في الباب ديال الامن ويقول يا فين غادي قلت ليه داخل لوتيل وقل ليش كونه ديال معك ليل مرسي انا ما كان خرجش العيب قلت ليه وميت بتهلك قلت ليه اقول ليه كاميرا كاشه هدي قلت ليه كاميرا قلت ليه قصة معايا عندما يدخل من فرنسية ومع زوجاتي ديالو ولى ادخل من هذا قلت ليه انت حقار قلت ليه انوز البلد حقارتيني وعندما شعرت بك هنا انت صارفت انا كنت نمشي معاا انا ستأخذ اليه قلت لي حقرتيني وطيحتي من القيمة هذي أشرف منك واحد المسؤول كي يستيقل الخبار سمع لأنه كان صراحة انتفت لأنه من وصلت الكارامة والكارامة انتفت كي عدت لي ذلك المسؤول قلت لي انا فيت بن قرير قلت لي انا حلفت والله ما غدير رجع يجب أنت عزيلي قلت لي على الأقل ما غدير رجعك لقد قلت لي حفاظا على الحال يعفوها والدخلت للعربات وقلت الآن وقلت لي رأي وجهه لا تستطيع مني وقلت لي قلت لي انتفت وحتاجت عن الخبار ولم يذهب كل فيدي وخطوة للفين ندايز عاد وقالتني أنني تدسعني لكي تتجاوح وقالت بحدي وقد أحصلت من رباة وقالت لطلق وقالت لطلق وقالت من باب الهير وقالت لطلق وقالت معه من المراجب وقالت بحديث صادت المحروج نحن نعلم أخلي زموري حكم لا يوجد مشاكل ما يتوقع عليك أن الدكاء خرج حويجة اللي بودة تخلي بخوش ديالي معرفينه أكتبارك الله على الدكاء ديالك نعمس سعادة المحرش شكرا لك بزاف لقعوبك الخميس المقفل نعمس وغادي نكمل معكم دايما أنتم مع لشادة تيفي مشاهدينا وبرنامجكم آخر كلام وآخر فقرة من البرنامج آخر كلام إيجا ملوالي آخر سؤال في الحلقة ديالي اليوم وآخر كلام كيكون سؤال واحد وبزاف زيال ناس كيترحوا لها سؤال هذا هيجا ملوالي داخل الميدان الفني من أجل الفن أو من أجل البروجيكتور والأضواء لأنه تخلطات واحد شويش مؤخرا شوف إلا كانت من أجل الأضواء كنقول لك أول وحدين فاهمين هم إحنا فاهمين الأضواء يوما ما ستنطفع يعني رات تعلق بحبل هش إلا من أجل الفن نقدر نقول لك لوقيت اللي بغيت ندير الشيء ما كان عرفش ناول الفن أنا بغيت ندير واحد الحاجة كتعجبني وكنت كتعجبني الصيادة رغمش ندير وكنت كتعجبني خياطة رغمش المهنة هي اللي خلطني ولا الأضواء ولا هذا ولا هذا والناس اللي كتقول إحنا رأي كنا تمني هذا الخوت رأي عندي واحد خوية ولكن خوتي اللي عمروا ما شفوا أعمال دينا في المصرح كي محط خوية كنقولي لا أرحم بك جغيت تفرج على الانفتاسي واجه أنت أصحابكم ما كيجيش يعني إلا مشينا بذلك المنطقة خصنا نكون نحن كونا نتبني فقط هل يمكن ده بستة وعشرين عام الله ماهي الحمد وانت في الضومين وكتزيد وكتبدأت بشوية وكتأقلم وكتطور راسك وكتعيش ماهي سهلة وكتدخل ماهي من أجل شي حاجة حيث شي حاجة كينا لغم أجل شي حاجة غد تسليم على الوقت ولكن إذا كانت شي حاجة ركينا هنا مادم كينا هنا رما تسليح تيحبس هذا تو سمبل ما شكرا جستو مو على ساعة هذا ساعة القلب ذلك جمال ولي تمنى أنك تكون دوسي معنا أوقات ممتعة أكيد أكيد إن شاء الله ما زال ما زال غدي يكون اللقاءات وكانت من لك من قلبي الخالص لك أتعرف ما عارش لماذا أعتبرك بحق ويا صغير كانت من لك فرعا نجاح إن شاء الله ومازال مسألة فرنية جميلة حيث القاسي مستركم يقول راشيد 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 لذلك اسمي يا لعزيزة وكي نستعرف لأن أبر البرنامج بنتنا اتصالات كانت شعب عضيتنا تتعجبنا شي حاجة كانت تعجبك شي حاجة صورتي معي سيسيلة دي المعادري صروق دونك احنا بنتنا دائما علاقا شكرك لأن بصح حطيتني في واحد المكان ومكان كان جميل جدا حطيتني كوريدة في واحد الباقة وكنت أنا بنتك الباقة فيها الرواحة فيها الدكور فيها الشكل شكرا لك شكرا لك شكرا لك هشام وطاعتها الوريدة لمشاهدنا ومشاهدتنا دائما على شهداتي فيه ونتمنى وطاعتها كما قال هشام الولي أن الوريدة جزتما تكون عجبتكم موعدون إن شاء الله الحلقة المقبلة نفس التوقيت نفس القناة في آخر كلام أكيد سأكون عندي يوم خاص دوست جزء سويع أو ثلاثة سويع مع سيراشيد في فنضون للطغناج كان عندي هم كان قول ربما ربما أنا رخاوير ما عندي ما نعطي سيخطو البرامج لي ولو دبخس كنت تكون درتي شي حاجة ماشي فنيا يا دبستي يا تعريتي يا إيا كانت كان قول كان قول راقين ما في دوله هات البرنامج ورشيد خلوني بكل صدق نعرف أني نادرت بزاف الحوالي زوينين وعندي أفكار زوينين وعندي تطلعات زوينين خرجوا ذاك الشي زوين اللي في بعد بكل صراحة كنت كندوز وحنا مفترة شوية نفسية شوية صعيبة غانا غانش طريق الرباط وانا مرتاح ومرتاح جزاف والأكتر من ذلك أنا ما فترش باقي الحد الآن ما تغضيتش حيث ما بايش نتغضى بقيت مسترس حتى سريتش هذا هذا يعني لأنني هذا البرنامج أعطيت كل أحاسيسي كل صدقي وأعطاني ثقة اللي كنت نقل بلا ربما مفضل شكرا آخر كلام آخر كلام